انا اتكلم ايه بقى عن الشرطر ده اتكلم عن الليسون ده بيتكلم عن الفيسكوستي بتكلم عن حاجة اسمها ايه هي الفيسكوستي دي اللي هي اللزوجة يعني لما تلاقي لكود لزج زي العسل مثلا العسل سئيل في الحركة بتاعته غير المية خالص المية يعني هما سموها مية كلمة مية جاية حتى من كلمة ايه انه سهل الحركة مية ان الليكود المية ده سهل جدا الحركة بتاعته سهلة جدا لكن العسل تقيل جدا في الحركة وده اللي بيقول هلنا هنا لو فتحنا المعاصر ده اللي بيقوله منهجك بالزبط يقول لك يا سيدي ايه انت عندك من دمن بتاعت اي الليكود وإحنا اتفقنا نتكلم عن الليكود بس مش الجازس الفريكشن الفريكشن بتوين ايه الكلام الكبير ده يقول لك انا عندي الليكود الليكود ده هنكونه متكون من شوية طبقات فوق بعض شوية ليرز فوق بعضها كده لو انا اعتبرت ان دي كوباية او بيكر وحطنا في مية او ايا كان الليكود ايه الليكود ده هنمثله عبارة عن ايه شوية ليرز فوق بعضها كل لير عشان تتحرك بتزق اللي فوقيها يعني مثلا لير نمبر ايه تحتها بيه او تعالى نقول هم هم مثلا ثري ليرز بس عشان لبسط الموضوع اكتر لو مسلا انسى يقولنا انا عندي سري ليرز بس من الليكود ده ايه وبي و سي ايه علشان تتحرك ناحية الرايت كده اكيد تحتها بيه هتتزق وبيه علشان تتحرك هتزق اللي تحتها سي وهكذا فكل لير بتزق اللي تحتها او بتزق اللي فوقيها وهو ده اللي بنسميه الفريكشن الفريكشن بتوين الليكود لايرز علشان الليكود يتحرك من هنا الهنا فده عبارة عن ايه عبارة عن كام لاير ملايين من اللييرز تحت بعضها عمالة تزق بعضها علشان تتحرك من نقطة اكس مسلا لنقطة واي فانا كده عملت فريكشن بتوين الليكود لايرز فالفريكشن ده عبارة عن فورس الفورس دي بتعمل ايه ريزيست او بتعمل ريزيستنس للي سلايدنج اوف الليكود لايرز بتعمل ريزيست يعني الليير نمبر ايه عايزة تتحرك بس بيه بتقاوم خراكتها مع اصل لاير ايه مش موجودة في الهواء لا ده ايه تحتها بيه تحتها سيه هم لايرز كتير جدا جوا الليكود كل لاير عمالة تحك مع اللي جنبها او تغبط في اللي تحتها علشان تتحرك لقدام الحركة بقى اللي انا عمالة تكلم عليها الفريكشن او الريزيستنس دي هي دي الفيسكوستي هي دي اللزوجة انا عرق اي لكود في الدنيا ليه فيسكوستي اعرف منين الليكود ده الفيسكوستي بتاعته عالية جدا او ليلة جدا على حسب الفريكشن او الريزيستنس بتوين السلايدينج او الليكود لايرز هو ده اللي بنسميه يبقى كلمة فيسكوستي بتاعت فيسكوستي دي جاي من هنا يا جماعة تاني يعني لما اجي اتكلم عن فيسكوستي يبقى هتكلم عن الريزيستنس بتوين الليكود لايرز يبقى دي اول حاجة تيجي في بالي ان ازاي الليكود لايرز بتقوم بعضها ده بيقوم حركة ده علشان ده يتحرق يكيد هيجي في بالي فريكشن كلمة فريكشن زي كلمة ريزيستنس بتوين برضو نفس الكلام يبقى او ريزيستنس اللي اتنين واحد طب هم اكتشفوا الفيسكوستي ازاي اكتشفها بالتجارب عملوا جابوا كزا وعملوا عليه تجارب زي ما عمل كده التجارب دي والتجارب دي ناخد منها بس يقولك مسلا احنا هنجيب بيكر فيه الكهول هنحط من فوق الكهول كده ونحط من في البيكر التاني جلسرين ولو تلاحظ كده في يعني البيكر ده بيبقى كبير من فوق بتاعته كبيرة في الاول ولكن بعد كده بتنتهي باريا صغيرة جدا وفي فالف هنا او محبس علشان اعمل كنترول على الفلول اللي نازل فاحنا عايزين بقى نحسب هنجيب تايمر التايمر ده هنحسب منه الالكوحول النقط بتاعت الالكوحول اللي هتنزل في الكوباية في وقت قد ايه ونفس الكلام في الجلسرين افتكر مين اسرع مين اسرع يا يوسف من وجهة نظرك كده مين تفتكر ينزل اسرع الالكوحول ولا الجلسرين الالكوحول صح لان الالكوحول ده عبر عن ايه مش ليكويد اللي هو الكوحول يعني اللي بنرشه ده لما ساعة الكورونا وبتاع اللي هو السبع السبعين في المية ده هو ليكويد لكن الجلسرين هتقول لي ما هو ليكويد برضو يا مستر بس الجلسرين لازج قوي تقيل في الحركة صح صح يوسف فهذه الفكرة ان فعلا ده تيك تيكس شورتر تايم ياخد تايم قليل جدا ده تيكس لونجر تايم هياخد تايم اطول فمن هنا قلنا ايه اطلعنا من كده ايه ان الجلسرين is more viscous than alcohol او عنده viscosity greater than alcohol او الريزيستنس بتاعت الجلسرين لايرز اللايرز بتاعت الجلسرين طبقات الجلسرين بيتبقى الفريكشن اللي ما بينهم عالي قوي لدرجة ان اللاير بتواجه صعوبة وعبال ما تتحرك او بتاخد وقت كبير وعبال ما تتحرك فيه فريكشن عالي جدا ما بين الجلسرين لايرز لكن الالكوحول لايرز الفريكشن هنا قليل او عشان كده بياخد وقت اقل هو ده الابزورفيشن هو طبعا هتلاقي ان الفلوريت بتاع الجلسرين is less than the flow rate بتاع الالكوحول كلمة زي ما قلنا الحصة اللي فاتت هي الكيو الكيو دي ممكن تبقى كيو في او ممكن تبقى كيو ام الكيو في اللي هي الفوليوم فلوريت والكيو ام الماس فلوريت اللي احنا طبعا قلنا الرولز بتاعتهم الكيو في هي الاريا في الفلوستي والكيو ام هي الرو في الاريا في الفلوستي الفرق ما بينهم الرول اللي هي فطبعا نلاحظ ان التضفق فلوريت او الفلور في طايم معين طبعا الجلسرين بياخد وقت كبير جدا فالفلوريت بتاعه قليل السريان قليل جدا او الابلتي to flow of glycerine is least than that of alcohol الكونجوجن اني الفيسكوستي of glycerine is higher than that of alcohol وهنرمز لرمز الفيسكوستي دايما بالعالمة دي الرمز اللي انا رسمته ده ده اسمه باللاتين ايتا ايتا اللي هو الرمز السيمبل فور فيسكوستي فهنقول ايتا جلسرين او فيسكوستي جلسرين بس كده احد مش فاهم الكلام ده ديني واضحة نفس الكلام لو جربنا التجربة تاني بس ما بين المراضي ووتر وجلسرين ورحت المراضي منزل بول طب انا في التجربة اللي فاتت في الاسبرائيبنت اللي فاتت دي انا جربت ايه شفت مين اللي عنده مور فيسكوستي دان التاني عن طريق ان انا شفت الفريكشن ما بين الليكود ليرس لقيت ان الفريكشن عالي جدا في الجلسرين او الفيسكوستي عالي جدا في الجسري. عن الالكوم. طب هنا انا هشوف ايه بقى? هشوف الريزيستنس او الفريكشن بتاعة الليكود اكوردينج الوبجيكت لجسمي. الاكسترنال اوبجيكت يتحط جوه الليكود. زي البول. القرة دي ده اكسترنال اوبجيكت بالنسبة لنا هنحطه جوه الليكود ده. وده مياه وده جلسري. طب وهنشوف بقى ونحسب الطايم برضو نجيب طايمر. ونشوف البول دي هتاخد وقت قدية لحد ما تنزل في البوتوم. حد ما تنزل تحت خالص. طبعا متوقعين اني في المية تنزل اسرع فعلا هيخين اخدت دي اقتين. هنا اخدت اربع دقايق. لان برضو بسبب نفس السبب بقى. ان الفيسكوستي. is greater than water. يعني كمان في فريكشن ما بين الليكود لايرز. to each other. وما بين الليكود لايرز ومين? والوبجيكت كمان. انه هم الوبجيكت ده عايزين يترضو لبرا. بقى في فورس هنا جاية من الليكود للوبجيكت نفسه. عايزين يطلعو برا. بس علشان الوبجيكت ده تقيل لويت. فنزل لتحت. فطبعا خد وقته عبل ما ينزل لتحت عشان هو عمال يقاوم الريزيستنس بتاعت الجليسرين. لكن ما خدش وقت قوي في المية علشان الريزيستنس بتاعت الووتر اضعف من الريزيستنس بتاعت الجليسرين. ممكن نقول كمان. هي هي. نفس الفكرة. عشان كده حتى وانت في المية بتعوم. مش مش هتلاقي نفسك عمت لوحدك. الا لو انت مع الطيار طبعا. فانت محتاج تعمل ايه? تعمل مجهود وورك دان. علشان او تعمل انرجي علشان تمشي من مسافة المسافة جوه المية. سواء انت بتعمل او بتعوم فوق سطح المية يعني. فانت العوم انت عمل توسع المية من حواليك علشان تتحرك. فانت كده بتقاوم بتعمل الريزيست للووتر الريزيستنس. بتقاوم الريزيستنس على المية او الفيسكوستي بتاعت المية. علشان انت تتحرك. نفس الكلام لما تيجي الطيارة تطير في الجو. برضو الاير عنده وعنده فيسكوستي. فبرضو الاير بيعمل على الابجيكت اللي هيطير فيه سواء بقى تيور هالطير سواء طيارات هالطير. فعشان كده الطيارة محتاجة موتور او انجين. عشان يخليها تعمل تيك اوف وتقاوم الهوى. تواجه مقاومة الهوى. نفس الكلام العربية برضو. فيه فريكشن ما بين الكار تايرز والرود والرود الطريق. وفيه كمان فريكشن ما بين الكار نفسها الابجيكت نفسه الجسم نفسه. والاير. بسبب الاير ريزيستنس. فطالما احنا جوه ليكويد او جاز سواء اير او ووتر مثلا. يبقى فيه فريكشن او ريزيستنس او فيسكوستي هنتعرض له. محتاجين نواجه المقامة دي او نتغلب عليها. علشان نعرف نتحرك جوه الهوى. او نتحرك جوه المية وهكذا. فهو التجربة دي بتقول لك كده ان الابجيكت ان ازاي ان بيعمل ريزيست لاي اكسترنال اوبجيكت تاني. في حد مش فاهم الكلام ده? ده طبعا الكونكلوجين بيقول لك في الاخر ان الووتر او علشان الفيسكوستي ده كده يعني ايه جيف ريزون? لو جاء لك الجملة دي جيف ريزون ليه? هتقول لك عشان الفيسكوستي فيش مشاكل. هي هي. تجربة التالتة برضو نفس الحدوتة انت لو جبت سبون وقعدت تقلب تعمل للووتر وتعمل في عسل. هتلاقي طبعا الستيرنج ماشي بسلاسة جدا في المية عن العسل. انت مش عارف تقلب كويس في العسل. بسبب برضو الفيسكوستي بتاعة الهاني ان برضو في ما بين طبقات بتاعة الهاني ومين? والابجيكت اللي هو وما بينه من بعضهم برضو. لحد دلوقتي فيه اي حد مش فهم? حد عنده اي سؤال? كلام ده? تمام يا رب دايما. حلو. ونحن دلوقتي لاحزنا حاكتين. we can conclude ايه بقى? ان الهائر فيسكوس ليكود اي ليكود عنده فيسكوستي عالية جدا. بيبقى عنده هائر رزيستنس. to its own motion and its flow. اه دي معاناها اكتب جنبها كده. طبعا كلكم فاتحين الكتاب المفروض. نكتب جنب الجملة دي. between يعني ايه الكلام ده? يعني هنا بيبقى فيه رزيستنس ما بين ما بينهم بعضهم. وفيه كمان تانية. يعني فيه عندك اتنين تانية. ما بين والموشن بتاع اي تاني. اي بادي تاني. لاي اكسترنل اوبجيك. يبقى الفيسكوستي عبارة عن حكتين. الفيسكوستي اوف ليكود اتسلف. ان الليكود متكون من والليارز بتعمل بينها وبن بعضها. فالفريكشن دي هي الفيسكوستي او الريزيستنس. طب انا لو نزلت في الليكود ده اي اوبجيكت. فيبقى فيه تانية ما بين الليكود ليارز والاوبجيكت ده. دي باردو اسمها او فالفيسكوستي من الاخر هيания او 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 جاز او 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 دعم مثلا. ذات كوز a وارفريكشن ببين ذا. بربين Charlie service. یعني بسبب وجود الفيسكوستي الليكود ليارز مش هتحرك بسلاسة. فهتلاقي كل لكود غير التاني في الفيسكوستي بتاعته لو انا جبت زيت وجبت مية الزيت لزقته غير المية وكمان مش كل انواع الزيوت زي بعضها في زيوت مثلا في اويلز بتتحط للعربيات غير الزيوت اللي احنا بنأكل بيها ده مزيزي ده خالص فالزيت اللي بتحط في العربية ده ليه فيسكوستي معينة وده مش صالح خالص للأكل لكن الفيسكوستي اللي بنأكل من خلاله ده يبقى زيت آلية او ممكن يبقى زيت عادي فده بيختلف خالص الفيسكوستي بتاعته فكل ليه ابليكيشن معينة وليه فيسكوستي معينة فعشان كده بيسموها ايه بروبيرتي كلمة بروبيرتي دي يعني هي فريدة او خاصية لكل ليكود مفيش ليكود ليه فيسكوستي زي التاني ابدا حتى لو هم كانوا نفس النوع زي الزيوت مثلا زي ما قلت كده الاويلز ليها انواع كتير جد بس كل نوع زيت غير التاني في الفيسكوستي تفعنا؟ طيب هنا بقى في نوعين من الفورس برضو مهمين جدا ظهروا من خلال اللي احنا قلنا ده احنا تفعنا ان الفيسكوستي عبارة عن حاكتين ريزيستانس بتوين زي ليكود لييرز ذي مسيلفز وريزيستانس بتوين زي ليكود لييرز اند اكسترنال اوبجيكت اي اوبجيكت تاني جوه الليكود ده فعلشان كده هر رحات متكونة نوعين من الفورس كوهسف فورس وادهسف فورس اللي اتنين دول تحت كاتيجوري الاتراكشن فورس الاتراكشن فورس بتوين الموليكولز عبارة عن حاكتين الاتراكشن دي ممكن نقول عليها كوهسف وممكن نقول عليها ادهسف امتى كده وامتى كده كوهسف هي اتراكشن فورس بتوين الموليكولز of same substance نفس المادة هو ده اللي لا بقول عليه اننا دلوقتي عندي liquid layers layers بتعمل friction بينها وبين بعضها فكده دي اسمها cohesive friction او attraction force طب والأدهيسف اكيد ما بين بقى الموليكولز بتاعت substance دي واناظر substance تاني زي مثلا drops of water and glass يعني زي شوية مية على الازاز المية من substance والglass substance تاني خالص فدي اسمها adhesive ان انا عندي اتنين two substance مختلفين من بعض لا different substance فهمنا ايه الفرق من cohesive و adhesive يا جماعة ايه الفرق انجي من adhesive و cohesive ال cohesive بتبقى attraction between يعني حاجة same substance بزبط طب يعني ايه في اسكوستي يا ركايم الحاجة اللي بتخلي اللي بتثبت resistance او friction ما بين اللي ايوة وما بين ايه تاني ما بين الموليكولز لا ما هي جواها مع بعضهم وحاجة تانية مع مين مع اي لو انا زي مثلا كورة حدفتها في مية المية هتقوم الكورة طبقات المية هتعمل resistance للكورة دي برضو صح وعلى حسب ايه زي وزي تجربة البول من شوية لما نزلت اسرع في المية عن عن علشان برضو كانت قليلة في المية صح فكلمة هي عبارة عن حاجتي تمام هي اتنين قول زي ما انت عايز مش فرق ورزيستنس دي عبارة عن حاجتين لو بنقول resistance between liquid layers وبس يبقى انا عندي هنا يا اي ناس ايه نوع الفورس هنا لو بتوين liquid layers بس الفورس دي تبقى cohesive ولا adhesive يا جماعة اللي سون ده يعني معظمه بيتكو اوعى النظر اللي فيه وفيه طبعا القانون طبعا هنقوله كبير شوية وفيه مسائل بس النظر فيه مهم قولي يا ناس او انا لو resistance او الفيسكوستي بتوين liquid layers يبقى نوع الفورس اسماء ايه تهيسب ولا adhesive يا ناس خرجت وداخل طي سمعاني كده يا ناس انت سمعاني طي اقولي يا بس ما لا طيب لو سمعاني اينو الفورسين صح هي الفورس اللي فعلا بتوين لكن لو قلنا ان الريزيسسنس دي بتوين الليكو دي و وكمان اي external object اي ان كان ايه هو يبقى اكيد نوع الفورس دي اكيد adhesive انا بنلخص كده اللي احنا قلناه حلو اتفقنا ان الفيسكوستي رمزها ايه رمزها ايه يوسف الفيسكوستي دي ليها رمز كده السيمبل بتاعها انا قدش فكرة بسرح قلنا قلنا رمزها ايه عمارة البسكوستي اللي هي اللي بتاعلي شبه الاس دي اه ايه 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 بالزبط ايه رمز الاتين صح وليها قانون كمان شوية نقوله جميل جد ينفع يا انجي نقول ان 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 two liquids of same kind ليهم نفس الفيسكوستي true or false two liquids of the same kind have the same viscosity عادي عادي true طب نفس القملة ايه رقاية 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 سمعني وقية عندي فتح المايك بس احنا مش سمعين حاجة طب ايه ناس سمعاني كده طب ايه خرجت طيب مه ميش ناس تريبا في مشكلة في النت طب قولي عمار قولي ينفع نقولي ان ايه ايوة معاك هو حركت يا سمعني اه انا كده سمعك قولي يا رقاية طيب هو ممكن بس حركت قول سؤال تاني عادي سؤال تاني two liquids of the same kind should have same true or false هو مش لازم عادي false صح هو ما ينفعش اصلا هو ما ينفعش خالص ليه بقى يا انجي ما ينفعش عشان دي اسمها property of liquid كل liquid لي فوسكوستي معينة زي ما قلتلك كده هل ينفع الزيت بتاع العربية اللي بنحط في العربية ينفع ناكل بيه ينفع ناكل بالزيت ده لا ليه بقى طالما الدنيا حلوة وكله زي بعضه ما كلها زيوت صح ايو 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 مكنتش فاهمة بس انا كنت فاكرة من حضرتك اقل هين ايو مكنتش ايو مكنتش من كده في الحتة دي بس ايو مفيش مشاكل مفيش مشاكل انا انا عشان كده بصحصحكو يعني مفيش مشكلة خاطئ اما حاجة اه اصلي اللي انا بقوله لك ده جي قبل كده جي كتير في امتحانات كتير يوعد يديهم جمل كده وده صح ولا غلط طب what will happen لما نحط ايه على ايه والتجارب اللي احنا قلناها دي كلها بتيجي في اسئلة كده what is the result what will happen يعني in case of كذا حصل كذا ف بس بقيتها طالما الconcept في بالك خلاص ففعلا مفيش حتى اه لو نفس لو نفس الاويل بس اويل عن اويل يفرق تمام وهكذا بقى خد كده في الاعتبار وواضح ان في مشاكل مع ايه ناس ايه ناس الدنيا ستيبل عندك ولا ولا ايه الدنيا ولا لسه برضو كان في مشكلة في نت عندك ولا ايه اه ما كنتم فيها خدوطة فولة خير خير طب لو في حاجة عاية تسألي فيها اقولي طيب انا لسه بعيد عادي ميش طب نروح بقى نتكلم في تفاصيل اكتر هنا يا سيدي في الرسمة دي اعمل لك رسمة ايه نتخيل مع بعض ان اللي ازرق ده هو الطبقات دي هنعتبر ان انا عندي بتحرك بفيلوستي فيه وبليت تانية زيرو الفيلوستي بتاعته زيرو ما بتتحركش فبص بقى الرسمة دي بتوضح لك الفريكشن اللي ما بين لير والتانية لو اعتبرت مسلا دي لير دمبر وان دي لير number two بص لير دمبر وان اسرع من لير to بص اتزحزحد جنبها ازاي فيه فريكشن ما بينه ولير two اسرع من سري وهكزا هتلاقي هتلاحز ان اخر لير خالص ما بتتحركش وبقى ده نفس الفيلوستي بتاعت الفيكسي اللي باي تحرك بونان على ايه اللي بقى تحرك منها على اللير اللي لزقه في الموفينج بليت. اللير اللي انا هعملها داش دي. اللي هي اللير نمبر وان. اللي هي مع الموفينج بليت. واخده نفس الفلوسي بتاعته. فدل لاحظوه بقى. قال لك شوف اللير دي ماشية بسرعة كام. مثلا. يبقى اللير اللي تحت البليت اللي تتحرك دي على طول. واخده نفس الفلوسي. تونتي ميتر برسكند برضه. طب والفيكس بليت هي اصلا السرعة بتاعتها بزيرو. يبقى اللير الادجيسنت اللي هتكون برضو ستاتيك. يعني الفلوسي بتاعتها زيرو. طب والليير الانبتوين بقى اللي ما بينهم. لا دي بقى الريمينج ليرز ديت بتتحرك بريلاتيف فيلوسي. ار موفينج ويز فيلوسيز ذات انكريس جراديولي. فروم زيرو. اتفكس بليت. تو في. السرعة هتلاقيها بتزيد تدريجيا كده من تحت الفوق. فلو انا حبيت ارسم. الفلوسي جراديانت او الفلوسي ديستربيوشن. الفلوسي يعني توزيعها ازاي على الليكويد لييرز. هتلاقي ان فوق. اول طبقة فوق هي دي اسرع حاجة. يليها اللي تحتها ابطأ شوية. بعد كده ابطأ شوية. والسرعة عمالة تقلي تدريجيا. تدريجيا تدريجيا لحد ما يبقاش فيه اصلا فيلوسي. خالص. حد ما يبقى زيد. فهتلاقي ان الفلوسي عمالة تزيد تدريجيا في الاتجاهنا. عمالة تزيد لحد ما توصل. اللي هي الاول لير ادجيسنت للموفينج بليت. والفلوسي بتقلي طبعا لحد الفيكسد ايه? لحد الفيكسد بليت. وبتزيد لحد دي الموفينج بليت. الترتيب ده مهم طبعا. بس. فلقوا ان الليكود. ونقنا على البليتس اللي عن طبعا انا لو عندي الاتنين بليتس فكسد. هما الاتنين استاتيك. يبقى اكيد الليكود مش هتحرك. مش فايف اند سو ان. كل لير ليها الفلوسي مختلفة عن التاني خارس. طيب. وده نفس الكلامة هون اللي بيقوله. ان طبعا هنا فيه ادهيسف فورس بتوين السولد بليت. ده فانا الادهيسف بتوين حكتين مختلفين. ده الادهيسف. ما بين البليت والموليكولز بتاعة الليكود لايرز. دي الادهيسف. لكن فيه فورس تانية اللي هي الكوهيسف اللي هي نمبر تو. الكوهيسف دي بقى. ما بين الليكود لايرز اه مع بعض. كل الليكود لاير واللي تحتها. and the layer which resist the sliding of liquid لايرز. طيب. طيب. طيب بقى نطلع برول من الكلام ده. لو انا اعتبرت اهو ادي بتاع انا لو عندي ابر لاير. ايه? وعندي لاور لاير. فكسد. لو اعتبرت ان اللي ما بينهم اسمها دي. والفيلوستي بتاعة اول اسمها في. وهي نفس الفيلوستي بتاعة اول لاير. يبقى ده معناه ان اول لاير هتبدأ بالفريكشن فورس. اللي هي هنسميها اف. دي اسمها تانجينشيال او فريكشن. دي الفريكشن فورس تاني. او تانجينشيال فورس. اللي هي الفورس اللي بتعملها البليت على الليكود اللي تحتها. الفورس دي هتتنقل تدريجيا على كل لكود لاير. كل لكود لاير هتاخد الفيلوستي معينة. غير التاني. وهكذا فهتلاقي الفيلوستي دي اعمالة تقل تدريجيا. فعايزين نطلع من هنا بالرول بقى بتاع الفيسكوستي. دلوقتي اعملنا ايه? دلوقتي اعتبرنا. ايما انا جماعة لو عندي اريا. اريا بتاعة موبينج بليت. ده بليت بيتحرك. البليت ده بيتحرك بفورس معينة. حد زقه بفورس معانا دي هنسميها. فريكشن فورس. او تنجينشيال فورس. البليت دوت وصادها الناحية التانية تحت في بليت تاني. بس ده ده ما بتحركش. ما بينهم فيه دي اول سرعة الاول لكود. لأول اللير. ودي التانية ودي التالتة. وهكزا. لحد ما يكونش فيه اي فيلوستي لحد الفيسكوستي. الديستانس اللي ما بين التو اللي التو بليت دول الموفينج والفيكسد هنسميها دي. دي الديستانس سيباريشن ديستانس. ساعات الديدي بيسموها الديستانس اپارت. ما بينهم. بتوين الموفينج. ان الفيكسد. مستر او الاريا ما بين البليت كلها سابتة? الاريا بتاعت البليت سابتة برقب معين. معين كاني هو. احنا هنعتبر الاريا اللي فوق زي الاريا اللي تحت. الاريا بتاعت الموفينج زي ايه زي الفيكسد. طفا انا? طيب دي شوية برامتر زي كده تخلينا نوصل للقانون بتاع. هم لقوا ايه بقى? لقوا لحظوا حاجة بقى العلماء دول. عما عملوا التجربة دي. لحظوا ان الفورس. التانجينشال فورس دي او الفيسكوستي فورس دي. لقوها انها اول حاجة اول فاكتور اللي قوها مع الاريا. يعني كل لما الاريا بتاعت البليت دي تزيد كل ما انت محتاج فريكشن قوي ما بين لو كمان ان الفريكشن فورس دي مع الفيلوستي او بليت. كل ما الفيلوستي تزيد كل ما انت محتاج فريكشن اقوى او بيحصل فريكشن اقوى او الفيسكوستي بتزيد يعني. ما بين الليكود لايرز. لقوا كمان اخر فاكتور لقوا ان الفورس دي انفرس مع الديستنس. السيباريشن ديستنس دي. ما بين الاتوب بليتس. كل ما الديستنس دي تقرب. كل ما بالفورس تزيد. يعني كل ما التوب بليتس دول يقربوا من بعض. الفيكشن والموفابول ده. كل ما يحصل فريكشن اقوى. ما بين التو ما بين الليرز وبعضهم. فمن هنا راح مطلعين الرول بقى. طب الحاجات الديريكت تكتب على سطر واحد. يعني تبقى الفورس ايكول. الاريا في الفي. واي حاجة انفرس بتكتب تحت. اوفر دي. هو ده الرول يا مستر? لأ. لأوا كمان ان فيه هنا. الكونستنس. الكونستن ده ده هو مين بقى? هو هو اللي هو اللي انا قلت لك علي من شوية. هتحطي هنا في القانون ده وقت. الاتة. يعني من الاخر القانون بتاعك هيبقى ايتة. ذو ايีس اللي هي الفيسكوستيكو اوفاشن کے اعني. فية اي بي وفور دي. بس ذا الرول بتاعك يا باشى. هي بقاتين الفريكشن. او تانجينشال فورس او موفينجي بلايت. هي دي باندة على الاريا بتاعت البلايت. والفلوس итي بتاع البلايت. والدي اللي هي ديستانس سيبراشن بتوين التو بليتز. الموفينج والفاكسيط. طب والإيتا داية اسمها فيسكوستي كوفيشنط. اللي هو الكونستانت فور ايتش ليكويد. دي بتبقى كونستانت فور ايتش ليكويد. كل ليكويد زي ما اتفقنا. يليه فيسكوستي معينا. هو ده الرقم بتاع الفيسكوستي بقى. لو انت عايز تحسب الرقم ده بكام يبقى لازم يبقى معك لازم يبقى معك العشان تقدر تحسب الفيسكوستي بتاعت ده كام. يعني لازم يكون معاك معاك بتاعته. معاك بتاعته. معاك البلايت والدستانس ما بين التو بلايتز. اتفقنا? في مش كيف كلام ده? طب لو احنا عايزين نعمل لما تيجي تعمل دايما نتعلم في الفيزيكس كده حاجة مهمة جدا في احنا المفروض بنساوي طب اللي هو طب والحاجة اللي انت عايز تعملها مين الفيزيكوستي يبقى هو ده الرايت بالنسبة لك يعني احنا عايزين نعمل ايه عايزين نخلي الايتا دي تساوي مين تساوي الفورس او الفورس تساوي الايتا طب ده يحصل امتى لازم علشان ده يساوي ده لازم الاريا والفي والدي يكونوا مش موجودين عشان ده يساوي ده يكونوا بكام يعني يكونوا بون يعني لازم الاريا تبقى بون ميتر سكوير لازم الفيزيكوستي تبقى وان ميتر بر ساكند. لازم تبقى لو ده حصل يبقى ساعتها هي هي يبقى لما تيجي تعمل تعلن اقرا كده الكلام ده. يبقى يعني ايه? هي لمين للتنجينشال فورس? ذات اكت ابو ان ده يحصل ام تبقى? اكتب فوقيها? دي كده الارية. الفيلوستي اتبقى برضو لما يكون الديستانس بوان ميتر. فلازم يكونوا كلهم وانات. علشان اضمن واقول ان اكيد الاتة اللي هي الفيسكوستي دي هي هي الفورس. اي ديفنيشن في الفيزيكس كده. بتروح للرول وتقسمه نصين. الليفت بيساوي الرايت. طب الليفت هتلاقيه رمز من رموز القانون زي الفورس هنا. ده الليفت. طب الرايت هتلاقيه دايما الحاجة اللي انت عايز تعمل لها ديفنيشن. في اي سؤال لحد دين يا جماعة? ده القانون بتاع حسة النهاردة. افضل نعيد ونزيد ونحل عليه. لو تلاعنا فوق شوية هتلاقي الفاكتورز اللي انا قلت عليها ان الفورس دايريكت مع الاريا وديريكت مع الفلوستي وانفرس مع الديستانس ما بينهم. هنا في حالة مسلا لو الاريا زادت الدابل فالفورس هتزيد الدابل لان هما دايريكت مع بعض. طب لو الاريا سابتة والديستانس سابتة بس الفلوستي هي اللي زادت الدابل يبقى الفورس كمان هتزيد الدابل عشان هما دايريكت. طب هنا الفورس الفلوستي سابتة والاريا سابتة بس قلت النص فتلاقي الفرص زادت الضابل لان الفرص عكس فالدستانس تقل الفرص تزيد الدستانس تزيد الفرص تقل مقلوب يعني لو جيت قلت مسلا يا ناس لو زادت يبقى الفرص تقل ولا تزيد وتقل بكم وتزيد بكم هتقل هتقل بكم بقى السير دي صح هنشعل بالثري الزبط حلو جد يبقى ده الرول بتاعنا الفرص بتساوي ايتا في الاف في الفي عدي طيب ما انا من القانون ده ممكن اجيب الواحدة اه انا عايز اجيب الواحدة عايز احسيبها الواحدة مفيش مشاكل هتضرب الاف في الدي هتبقى ال ايتا اكول اف ملتبلاي دي وهتودي الاف في الفي ناحية التانية بالدفايدد يبقى دفايدد ايه اوفر في يبقى هو ده الرول بتاع الفيسكوستي بتاعك اللي انت تقدر تحسب منه الفيسكوستي بكام طب من الرول ده ممكن نطلع يونيتز يونيت الفيسكوستي كوفيشنت الفورس اللي بتاعتها نيوتن والديستانس ميتر والاريا ميتر بار تو طب والفيلوستي ميتر بير ساكند طبعا الميتر تتير مع الميتر والساكند اللي تحت تطلع فوق خالص هيبقى نيوتن دوت ساكند بير ميتر سكوير ادي اول يونيت للفيسكوستي كوفيشنت اللي هي الايتا يبقى الايتا ديت ليه ها يونيت ما ينفعش نقول رقمه خلاص يبقى لما تيجي تتكلم على الفيسكوستي بتاعت المية مسلا الووتر هتلاقيها بتين باور نيجاتيف سري نيوتن دوت ساكند بير ميتر سكوير وخلي بالكم هو مش مضطر في المسألة يقول لك كلمة لا هو كفاية يقول لك مثلا اليكويد اوف تين باور نيجاتيف سري نيوتن دوت ساكند بير ميتر سكوير كده انا فهمت من اليونيت ان دي الفيسكوستي على طول انت بتكلم عليها ان دي الايتا الايتا اكوال تين باور ايف تري كده انا خلاص عرفت من غير ما لازم تقول لي ان دي الايتا ان دي الفيسكوستي يعني مش لازم يكتب كلمة فيسكوستي كوفيشنت خارج كفاية اليونيت اليونيت مهم طب في يونيت تانية مستر افي احنا ممكن نفق نيوتن احنا عارفين ان نيوتن من اولى سنة سنة اللي فاتت هي عبارة عن اللي هي كيلو جرام دوت ميتر بير ساكند سكوير خلاص نشيل نيوتن نحط الكلام ده يبقى كيلو جرام دوت ميتر ساكند سكوير وتحت فيه ميتر باور تو وفيه كمان فوق ساكند فالساكند تتير مع واحدة والميتر تتير مع واحدة برضو من الاتنين هيتفضل هنا ايه كيلو جرام فوق وتحت هيكون في ساكند دوت ميتر او ميتر دوت ساكند هيلو جرام بير ميتر دوت ساكند ادي يونيت تانية في الفيسكوستي طب فيه كمان يونيت تالتة مستر اه فيه ان فيه كمان ممكن نوصل ان انت بتقولي ان الفورس نرجع تاني كده نكتب فورس في دستانس اللي هي نيوتن دوت ميتر وتحت ميتر باور تو دوت فيلوسي ميتر بير ساكند طب بص كده مش نيوتن دوت ميتر دي هي الجول اللي هي الورك الجول دوت ميتر دي الوحدة دي ديني جول على ميتر بار تو دوت ميتر بير ساكند يعني على ميتر كيوب بقى على طول والساكند دي تطلع فوق يعني من الاخر هتبقى جول دوت ساكند بير ميتر كيوب ادي يونيت تالتة الفيسكوستي. في حد عنده سؤال في اليونيتس جاتت ازاي? عمار في اي مشكلة? لا تمام. يونيتس في عاما? جاتت ازاي? مم. يوسف. كله تمام يعني? اه. طيب واس انجي. في اي سؤال? لا تمام. روكاية? تمام. الناس? اليونيتس مهمة جدا في الفيسكوستيجن. طيب حظيم جدا. بعد كده راح ايه? ادي اليونيتس اللي احنا قلنا عليها. ويعرفنا جات ازاي? ادي واحد. وادي التانية. وادي التالت. خلاص. اوكي. هنا بقى بيقولك شوية حاجات كده. يعني يا ريت. تبقى عارفها. يعني احتمال. احتمال يعني. لان هو ما عملهاش قبل كده الصراحة دايما. كان في اي مسألة كان بيجيب الفيسكوستي بتاع الليكويد او يطلبها منك. ما حصلتش في مرة ان انت تحفظ الفيسكوستي بتاعة الليكويد معين. فخليك عارفها كده من باب الاحتياطي يعني. ان الفيسكوستي بتاعت الووتر تين باور نيجد في سري. الجليسرين. واون بوينت فايف. الهاني. تان. اه خلي بالك ان التين بريتشور بتأثر في الفيسكوستي. الفيسكوستي كوفيشنت اوف ووتر مثلا. عند تين بريتشور معين. ان كل لما ان الليكويد فيسكوستي بتاعتك بتقل. كل لما التين بريتشور تزيد. يعني انت ممكن تخلي العسل الهاني ده. بدل ما الفيسكوستي بتاعته بص عالية ازاي? تين. ده المية تين باور نيجد في سري. المية بالنسبة للعسل. مية فعلا. مفيش خالص فيسكوستي. الجليسرين بالنسبة للعسل. ورضو مية. ولل جدا. وان بوينت فايف. لكن البص للعسل تين. عايز تحس بالرقب. عشان كده اللزوجة عالية قوي في العسل. بس انا ممكن اخلي العسل زي المية. ازاي يا مستر. اللي انت تزود التين بريتشور بتاعت العسل. فاتلاقي ان الفيسكوستي بتاعت العسل قل. قل عن التين? آآ بكتير. ممكن يوصل لفايف. ممكن يوصل لتو. ممكن يوصل ل وان. على حسب بقى التين بريتشور بتاعتك انت عاليتها لحد كامل. كل لما تقعد تزود التين بريتشور بتاعت الكود معين. كل لما الفيسكوستي تقلت. والعكس طبعا. كل لما تقلل بتابرت في الليكود بتاعك كلما الفيسكوستي تزيد. فمثلا زي المياة. المياة لما عند تلاقي الفيسكوستي بتاعتها ده العادي بتاعها تين باور نيجف سري ده ده عند تلاقي. لو زادت يعني كانك بتغلي المياة. انت زودت بصي احنا التفاني ايه الزيد الفيسكوستي L. فالفسكوستي فعلا قلت بدل تين باور نيجاتف فايف. يعني المية وهي بيحصلها بويلينج وهي بتغلي. الفسكوستي بتاعتها بتبقى قليلة جدا. تين باور نيجاتف فايف. يعني انت لو انت بتقلب المية في درجة حرارة القوضة عادي اللي هي تونتي سيلزيوس دي دي بنسميها دي الدرجة العادية. درجة الغرفة العادية. لو انت بتقلب مية مثلا في في سانيتين. لأ انت ممكن تاخد نص سانية لو بتقلبها وهي مغلية. لو هي بويلينج. بس هيدي الفكرة ان الفسكوستي تون ما هي قليلة. تون ما هتساعد هتساعدك في الفلوينج ريت او التضفك هيكون عالي جدا. فانت تقدر اي لكود تتحكم في الفسكوستي بتاعي. عن طريق والجرافز دي طبعا يعني ما ما فيش فيها جديد. تب تجيب كل مرة. تعال اهو من الفاكتورز اللي احنا قلنا عليها. بتاعة احنا اتفقنا ان الفورس. الفريكشن فورس دي اول حاجة بتعتمد على الاريا. يبقى فيه جراف. ما بين الفورس والاريا. ولو عايز تجيب الاسلوب. طبعا تنساش ان القانون بتاعك الفورسك والايتا. ايه في الفي عادي. يبقى الاسلوب هنا تقسم الفورس على الاريا. ويبقى الباقي من الرول هو الاسلوب. لو اسمت الفورس اوفر اريا هيتفضل ايتا. في الفي اوفر دي. طبعا نفس الكلام لو رحت جيبت جراف تاني. اه بتوين الفورس والفلوستي احنا اتفقنا ان الفورس والفلوستي برضو دايريكت. كل اما الفلوستي تزيد كل اما الفورس تزيد. فبردو لو جيت عاملت سلوب. وجينا عملنا فورس ايه الباقي بقى من الرول? لو الفورس اتفضل ايتا ايه اوفر دي. ده اللي فاضي. اخر جراف بتوين الفورس والديس بلسمينت. بس عشان هما هتبقى وان اوفر دي. عشان يترسم ستريت لاين. فبردو لو جيت عملت سلوب. وجنا عملنا الفورس اوفر وان اوفر دي. فالدي اللي تحت تطلع فوق. هتبقى فورس ملتبلاي دي. والباقي من الرول هيبقى هو اسأل سؤال. انا قلتو قبل كده. يا بس ملا. الفورس عالي اكسز والفي عالكس اكسز. مين? بيعتمد على التاني? الفورس دبند على الفي ولا الفي دبند على الفورس. اللي على ال اكس اكسس هو اللي بيتحق اللي على ال اكس اكسس هو اللي بيقص يبقى ده معنى ايه ان ال اف والله يعتمد بالزبط صح كده ان الفورس منفعش نقولي العكس منفعش نقولي طب هو لو حبي يجيب هالف الامتحانة كده معكوسة راح حاطتلي هو الفورس هنا والفورس هنا اللي جابة الجرافي يبقى عامل ازاي يبقى ستريت لاين برضو ولا يبقى عامل ازاي هيا بس ملا انت نفس السؤال مختلف بس ايو ازاي هي دي هتبقى فوق دي انفرس احنا نخلي انفرس لا هم مش انفرس الفورس والفلوسي دايركت اصلا هيا بروكايا نرسم الستريت لاين هنا ازاي لو احنا شقلبنا مكانهم انا حاسة ان هو يبدأ بس حاسة ان هو غلط يعني حاسة ان جابه غلط اه فعلا هو مش يبدأ مش يفضل زي ما هو 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 هيتغير بس انا مش عارفة هيتغير ازاي? طب انت متفكة معانا ان ده في عمتا هو في الاول هو الاف والبي ده الاف بي دباند على البي صح بس ده ده بقى لو انا شقلبت ده معانا ان البي دباند على الفورس ده صح كفيزيكس كفيزيكال مينينج صح? لا غلط ازا كان انا كنت باعتمد عليك ازاي انت بقيت بتعتمد علي? ما هو ما ينفعش انشقلب. في الفيزيكس ما ينفعش انشقلب. يعني ايه? الجراف هيبقى ازاي هيبقى ستريت لاين كونستانت. يعني ايه الكلام? يعني الفلوستي كونستانت. مش هتتغير مهما تزيد الفورس. الفورس ما بتأثرش على الفي. لكن بتتأثر من الفي. شاهمني? يعني انا عندي بليد بيتحرك بفلوستي معينة مسلا. هيفضل ثابت زي ما هو بنفس السرعة. الفورس. مالهاش ده يعني مش هتقل. الفورس زادت. مش يعني الارقام دي زادت اكتر. الفيلوستي تفضل زي ما هي بتوينتي. لكن العكس هو اللي صح بقى. لو قلت الفيلوستي هي اللي زادت. كان مسلا الرقم ده تن. زادت بعد كده لتوينتي تن. اداني فورس معينة مسلا. طب التوينتي. لأ ممكن تديني تونيوتن. الفورس زادت. ده علشان الفيلوستي زادت. فالفيلوستي دي آآ بتأثر على الفورس. او الفورس دبينز اون فيلوستي. بهمي الفرق يا جماعة? بهم يا ركايا? اوه. بسم الله? تمام. بسم الله? تمام? دبين فاشن شقلب. طب لو احنا فهمنا عمار. انا دلوقتي لو شقلبت ما بين الاريا والفورس. دي بقى العامل ازاي هنا? آآ سارني. طب قولي الاول قبل ما انشأل بالفورس كده والاريا مين بيعتمد على التاني? آآ كده الفورس بيعتمد على الاريا. عزيم جدا. يعني ده معناه كل لما الاريا تزيد الفورس تزيد. وتقل ليه بقى دي تقل. حلو. لو انا جيت عكست يعني عكست. يعني خليت الفورس تأثر على الاريا. هل ده صح? لا. ازاي كان الفورس بتعتمد على الاريا. هتبقى كنت برضه. الله ينور. بس كده شكرا. الاريا محدش بيأثر عليها. انا دلوقتي عملت بليت لي اريا معينة. ادي البيت اهو. لي لينس ووتس معينين. هم دول هيتغيروا بسبب الفورس اللي انا هزقه بيا. يعني انا جيت زقته بفورس معينة كده. وكمان شوية شلت الفورس دي حطيت فورس زيادة. الاريا دي هتكش يعني? ولا هتزيد? وانش هتفضل زي ما هي? صح ولا? زي ما هي? وهو ده اللي انا بقوله. افهم المعنى. الاريا ما بتقصرش. ما بتتقصرش. لكن الفورس هي اللي بتتقصر. الفورس اللي انت هتزق بيها طبعا لو هي اريا كبيرة. لو اريا اكبر من اللي ان رسمتها دي. يبقى انت محتاج فورس كبيرة علشان تزقها. ده المنطق. لكن لو هي اريا صغيرة. يبقى انت محتاج فورس صغير? باهمين يا جماعة? ما ينفعش نعكس. اه لو عكسنا او او مش ما ينفعش. لو عكسنا هيبقى ليه معنى تاني. يبقى ده معناه ان الاريا مهما زادت الفورس ونفس الكلام فوق. ماشي. طبعا نبدأ نحل كده. بيقول لك هنا من قبزيت فيجر. اشيب موفز انا ستيل ووتر ليك. سوز اووتر سبيد از لس. اد بوينت اي. دلوقتي السفينة بتتحرك ببحيرة. وخلي بالك بتتحرك. موفز. بنعتبر الشيب دي السفينة دي هي الموفينج بليت. اكتب جنبها كده كأنها هي الموفينج بليت اللي بتتحرك بفلوسي معينة. حلو. وطالما هي بتتحرك. فالليير اللي لزقة تحتها اللي هي ليير نبر اكس. هتبقى ليها نفس الفلوسي. هي ليير نبر اكس بتتحرك بنفس الفلوسي في. جميل جد. وطبعا الفلوسي زي ما اتفقنا هتقل تدرجيا لحد الفيكسد. لحد القاعة بقى. لحد ايه? لحد القاعة بتاع الماية من تحت. اللي هو بوينت كي. دي كده هنعتبر ان دي الفيكسد بليت. او هيبقى في حركة طبعا. بس بسيطة قوي. مينمم. مينمم فيلوسي هنا. الفلوسي هنا قليلة جدا. فهو بيسأل على اه بتكون قليلة جدا فين? اكيد في بوينت كي. فهمتوا ليه? فهمتوا ليه عندي كيه? في حد عن سؤال? باب كويس. نحل السؤال البعض. ناخد السؤال ده. درس النهاردة ده ايه? في نظر كتير. فتلقونا بنرغي كتير النهاردة. طيب هنا بيقول لك قبلين سورفس اريا? قبلين زي بليت. يعني مش فرقة. هي الاريا يعني. ادي الاريا يا سيدي بتاعتك. بزيرو بوينت فايف ميتر سكوير. موزي وزيونيفرم فيلوسي تو. ادي الفلوسي في تو ميتر بير ساكند. باراليل تواناثر استاتيك سيرفس. يبقى فيه واحدة بتتحرك والتانية استاتيك. زا تسيباريتد فروم ايت باي اللير اوف ثيكنيس فور سنتيميتر. يبقى دي اللي ما بينهم. فور باي تين باور نيجتيف تو ميتر. عشان تتحول لميتر. وهو بيتكلم عن الرسمة دي. فانا الاريا بس ايه? بس او استاتيك. ما بتتحركش. ما بينهم اللي هو بيسموا ساعات الديستنس دي. هي هي. اللي هو العرض يعني. بفور سنتيميتر. ده الديستنس. ماشي. بيقول لك اللي هي الايتا بقى بتاعتنا. دي بكام وان بوينت فايف واليونت عرفتنا انها هي كيلو جرام بير ميتر دو ساكن. مدينا اليونت التانية من الفيسكوستشان. هم ما تلاتة. الايتا وان بوينت فايف. زين زا فورسي ركوارد تو كيب زا سورف اس موفينج ويز ديس يونيفورم فلوستي. فعايز اعرف الفورس بكام اللي انت. اللي تحرك بيها اللي ليرز. طبعا اللي لازق بالآ في الموفينج بليت هو بيتحرك بنفس الفلوستي زي ما انتفقنا. وبعد كده الفلوستي بتفضل تقيل تدرجيا. فعنا عايزين نعرف الفريكشن فورسي دي بقى بكام? خلاص هنعود تعود مباشر الفورسي ايكوال ايتا. في ايه? في الفي او فور دي. ما فيش مشاكل الايتا تبقى وان بوينت فايف. ملتبلاي الاريا زيرو بوينت فايف. في الفلوستي تو. على الديستنس فور. بايتين باور نجدف تو. ما فيش اي حاجة. بس من غير بقى ما نحسب ان نضيع وقتها تطلع سيرتي سيفن. بوينت فايف نيوتين. في ايه سؤال لخد هنا جماعة? سؤال مباشر طبعا فوش مشكلة. طيب السؤال بعد كده. ايه خد. بيولي هنا كل واحد غير التان الارية x 2 cm square وارية y 5 cm الارية مختلفة طيب هنا طالما طلب ريشيو فهنحول الرول بتاعنا اللي هو الفورس ايقوال اي تا اي في اوور دي الى ريشيو ازاي؟ هنطري الانبرس احنا هنقول او 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 ا اناسك. مع الفورس. حلو. يبقى ننفع نكتبها دي اكس على دي واي برضو? ولا دي واي على دي اكس? براو. علشان دي الوحيدة لكن الباقي كله عادي. مع الفورس. ونبدأ من هنا نعمل بقى. للي هو عايزه. انت بتقول لي سيم فورس. حاضر يبقى ده طرمع ده. هيديني وان. اكوال الايتا او على الطيارة. ده هو عايزه. يبقى ايتا اف اكس. على ايتا اف وي تفضل زي ما هي. ده كله على الرسمة من دهال نابتو. هنعمل نحول دلوقتي? لا ما نحولش. طالما لو فوق سنتيمتر بار تو وتحت سنتيمتر خلاص. لا ما نحولش. لكن لو فوق سنتي وتحت مينلي. لا يبقى لازم توحد اليونت. لو هي ريشيو نفس اليونت خلاص. يبقى تو فوق. وتحت فايف. الاريا واي بفايف. ملتبلاي في اف. في اف اكس. الفيلوسيتي اوف اكس. كاتبها هو هو. واحد بتو. والتاني بفور. يبقى تو وفور. الديستانس. واي على اكس واي الاول بزيرو بوينت فايف سنتي برضو زي ما هي. واكس بوان. كده انا عوضت تعودين بها الشرعات جدا. المفروض هتودي كل الريشيوهات دي الناحية التانية بالديفايدد. عشان تجيب الايتا. احنا ممكن نعملها خطوة واحدة على الكالكوليتور. نكتب الاكويجن زي ما اتفقنا كده على الكالكوليتور اهي. ونعتبر الريشيو بتاعت ايتا اكس على ايتا دي كانها هي الانون. فانا هعمل وان. الفا كالك. الفا براكت. بعدين مالتبلاي. اكتب بها ريشيو هادية فيش مشاكل. تو اوفر فايف. مالتبلاي ريشيو تاني. التو اوفر فور. طبعا عشان تبقى اضامن يعني ان حلك صح يعني. بس وبعدين شفت كالكي ايكول. هتروح مطلع الاكس ده بكام تلعب تاني. خلاص يبقى الريشيو. تان توانج. لا يا سي. عدنا عنده سؤال في الكلام ده. عد مش فاهم. طبعا كويس. روح الاجزامبل بعد كده. ووووووووووووو. روسي 4 انا عايز بقى عمار يساعدنا بقى في حل المسألة دي. يلا عمار خليك معي. هنا بيقول لك شو ثري هوريزونتل بارل بليتس. عندك تلاتة بليتس بقى المرة دي. ايه وبي وسي. واتش ار بليزد اين اليكويد اوفيسكوستيك اوفيشانت زيرو بوينت ايت. دي كده الايتا. فهمت من الجملة دي ايه عمار كده? يعني ايه الفلوسطي بينهم بزيرو. برافو الفلوسطي هنا زيرو. وتحت زيرو. هي الوحيدة اللي ليها فلوسطي. تمام ليها بي. اه ماشي وليها اريا دي كده اريا اوف بي. بس بايتان باور نيجتف فور عشان تبقى متر سكوار. ترجمة عمار. يقصوا دي بالجملة. يعني مسافة بين واحد فيهم دي ومسافة التانية دي تو دي. حلو انهي بقى الاولاني وانهي التاني من الرسمة. تفهم ايه? يفتكر مين دابل التاني. يعني مسلا. يعرب للسي فهي هتبقى. اه. الدي بين البي والسي هتبقى دي. وبين البي والإي هتبقى تو دي. يعني دعم. في حد مش فاهم اللي هو قاله عن مرضة. هو قال من هنا الهنا دي. من البي للسي. دي ومن البي للاي. اللي مش فاهم يسأل. يعني يا مسترباني كان ان كل مرة باز في دي ايه. الله ينور. صح. بس انت فهمت ليه تو دي وتحت ودي فوق. برافو عليك صح. كلهم سري دي. ايوا. برافو. اللي تحت هتبقى فوره اللي فوقته. برافو عليك صح كده. هو ده الكلام. هو مش عايز يقول لك بس رسم لك الرسمة. بيساعدك يعني. او يعني بيحب يسيع عليك يعني بس. كان عادي على مين. برافو عليك وجدعان. فالديب تو ففعلا ايه بقى دي بي سي بي دو. والدي اي بي بفور. حلو. ذنزا ريكوير دي فورس. تو موف بليد بي. ويس كونستان تفلوستي فايف مدين الفلوستي بتاع بي. بفايف. عايزين نحسب الفورس. اللي على بليد بي. اي تا اي في على دي. نعوض الزعبة عمار قولي. طب اه فايف اكوال زيرو بوينت ايت. انا عايز ايب الفورس. انا عايز ايب الفورس دي كان. اه طبقا هو عايز الفورس ولا عايز زيرو بوينت ايت. اه. لا انا عايز الفورس مشاعر. اه. زيرو بوينت ايت والاريا طبقا هي راحتين. اه. برافو. تمام. طيامز الفايف. اوور الوف وفايف. اه بقى? اه بقى ايي بقى عمار? اي بقى المشكلة هنا بقى? اناخد انه سناخد بسي ولا اي بي? انا اخد الاتنين. هناخد اللي اتنين ناخد ازاي اللي اتنين بقى سيكس كل ايه يعني هناخد المسافة كلها سيكس لأ احنا لو خدنا المسافة كلها سيكس عارف ده معناه ان انت بتجيب الفرص ما بين الاي والسي واصلا هيبقى فيه فرص لأ ما بين الاي والسي مفيش فرص لان هما ستاتيك وانت اصلا هو هيكون في الفورس بس انت اصلا مش عندك الاريا بتاعت الاي بكام ولا السي بكام والفلوستي بزيره اصلا فرصة توقع بزيره لكن احنا عايزين الفورس اللي على بي مش على اي و سي فانت معاك اريا بي حطناها معاك الفلوستي بي حطناها معاك الفلوستي بتاعت الليكود اوكي ناقص لنا الديستنس وجبنا كل ديستنس ديستنس اللي تحتها بقى مش معنى يعني نختار الديستنس بتاعت اي بي ما نختارش بلي سي مش معنى مش هعرف لأ انا برضو خليك انت اللي تقولها انا دلوقتي لك اللي بتتحرك دي هل هي بتتحرك هيكون لها فورس مع سي بس مش برضو هيكون في فورس بينها وبين ايه اخد افارج لا هاخد بتاع الاتنين لما انا قلت سيكس في الاول لا هاخد هاخد يعني يعني هي عامل ايه هاخد هنا اخد مرة كده ومرة كده اه مرة البي مع ال ا ومرة البي مع السي وهقص لي البي دي اللي في النص دي ما هي البي بتتحرك بطو فورس فورس جاية من البي من البي تو سي ومن لير بيتو ايه وبعد ما اجيب اجيب لهم افارج لا بلاس على طول بس انا خدت ولا افارج ولا ايه حاجة هو السميشن بتاع هم الاتنين يعني انا هقول هنا مرة الديستنس بتوين اي و بي اللي هي فور هحط المرة فور بلاس نفس الارقام دي هي 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 بس هاسم المرة دي عبتها بس طبعا دي هحولها بايتين باور نيجتيف تو وانا بردو نحولها بايتين وانا كفتها عشان تطلع بنيوتن كده تمام يعني انا خدت الفورس مرة بتوين اي و بي والفورس بتوين بيو سي يبا هي دي التوتال فورس اللي انا جبتها دي بقى اسمها التوتال فورس اكت اون ايه اون لاير بي يبا لاير بي بتزق مرتين من فوق ومن تحت لان اصل فوقيها لايرز وتحتيها لايرز ففيه فريكشن بين اللي فوق وفريكشن بين اللي تحت صح ولا ايه فانا ما انفعش اعتمد فريكشن واحد بس فعهمني مفهومة دي دي ايه والله صعبة ومعها جماعة او اللي اه تمام موسلت موسلت بسي حد دي هانسوا في الكلام ده ناس نامت كله فاهم اه اه واي كويس اه هنروح بقى لحتة نظري تاني معلش وهنختم وبرا كده حضرتك هتحل حتة نظري اخيرة اللي هي هي ايه فايدة الفيسكوستي في حياتنا يعني استوال ده بس ملا بتحبه اوي هو انا هعمل ايه بالفيسكوستي لا حاجات كتير اوي ومش بس اللي انا هقولها دلوقتي لا ده في اكتر من كده بس احنا نتكلم في الكومون يعني حاجات الشائعة زي اللي هو ازاي بنا بنقول عليها كده باللغة بتاعة الميكانيكا التشحيم او التزييد ان انا ازايت حاجة بتزيق زي مثلا الباب البيبان في الشتاء بابان الخشب في الشتاء بتلاقيها ما بتقفلش كويش بتلاقي ساعات وانت بتحف المفتاح بيعصلك شوي الافل بتاعه او القلون نفسه بيعصلك شوي فبتجي روح اعمل ايه جيب نقطتين زيت كده تحطهم في المفتاح وتحطهم في القلون بتزيت الحتة اللي فيها بيدخل فيها المفتاح في القلون بتاعه فبتلاه المفتاح بقى ماشي اسموس عادي جدا وبقى بيفتح ويقفلوا بسرعة جدا اللي انت عملته ده انت حطيت زيت او الزيت ده في ايه في فيسكوسي يعني الزيت ده عمل ايه سهل الحركة عمل فريكشور بتوين الليكود لييرز وعمل ادهيسف فورس ما بين الاويل موليكيولز والقلون نفسه والموليكيولز بتاعة القلون فخلى الزيت يلزق بحيس اللي انت لما اتدخل المفتاح يبقى فيه السهولة في الحركة فدي من دي من اللي هي فيه برضو في الماشين في العربية بنحط زيت ليه في العربية علشان يسهل الخركة بتاعة الموتور بتاع العربية الانجين المحرج بتاع العربية علشان من غير الزيت مش هيحصل تبريد جوه العربية فالعربية لقدر بعض الشر تولع من كتر السخونية اللي جوه المطور فالزيت ده بيهدي او بيقلل من السخونة اللي جوه من الهيتنج افكت العالية جدا فدي فايدة الفيسكوستي عمتا بس احنا بنادي اكزامبل على الزيوت يعني يبقى الماشين شوت بي لابريكيتد فروم تايم تو تايم تو ديكريز زهيت بروديوزد ديو تو فريكشن نتيجة الفريكشن اللي بيحصل من التاكل نحنا عشان نزود الكفاءة بتاعة الماشين مع الوقت ونحافظ على اللايف تايم بتاعها فلازم نعمل لها عملية اللابريكيشن دي اللي هو التزييد ده طيب اللي هي الاويلز اللي عندها لزوجة عالية جدا ده اللي انا بقول عليه بقى من شوية انا قلت لك ان الزيت اللي بيستخدم في العربيات مختلف عن الزيت اللي بناكله لان الزيت بتاع العربية فيسكوستي بتاعته عالية جدا غير الزيت اللي احنا بنقلي بيه فيسكوستي بتاعته قليلا فعلشان فيه فالزيت بيلزق في الاجزاء الميكانيكية بتاعت الماشين بحيث ان يسهل الحركة بتاعت الماشين زي انت كده بتزيت المفتاح علشان المفتاح يفتح ويقفل بسهولة برضو الماكن عشان تشتغل بسهولة جدا معك وبسلاسة بتزيتها فالميزة ان الزيت هيفضل لازق في الماكنة مش هيدلدق مش هيقع منها يعني طب ليه ما نستخدمش المية في التزيت الووتر كانت وده بييجي ساعة جيفريزون كتير علشان الووتر عندها ما عندها فرشان عالي ما بين الليرز وبعضهم طول ما كان الليرز بينها فريكشان قوي جدا او اللير بتواجه صعوبة انها تتحرك عن اللير تحتها فده معناه ان البيتسكوزتي عالية جدا فده معناه ان دي تنفع تستخدم في تزيت يعني هي الفكرة في ايه عشان بس تبقوا فاهمينها اكتر الوقت يساين بتخيل معايا ان دي حاجة بتتحرك دي حاجة بتتحرك اللزقة وحاجة تانية بس ايه يعني يا رب بتوصل للفكرة بس دي حاجة بتتحرك لازق جنبها حاجة تانية فريكشان معاه دي طلعة نازلة ودي طلعة نازلة بس ثم الاتنين بيتحركوا وما بينهم كونتاكت ما بين بعض في كونتاكت هنا ما بينهم اخيال معنا لو ما حطتش زيت هنا في الحتة اللي ما بينهم دي في الجزء ده انا ما حطتش اي زيت وخلتهم كونتاكت دايريكت كونتاكت بينهم بين بعض مع الوقت مش هيعودوا بالخبطات اللي ما بينهم دي هيعودوا خبطوا في بعض مع الوقت مش هيحصل لهم كوروجين تأكل ويحصل نقر بينهم من بعض ومع الوقت خلاص هتلاقي الماتيريال دي بتقل 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 حد ما خلاص تفاهمين قصدي يا جماعة يعني لو انا ما حطيتش زيت في الكونتاكت ايريا اللي ما بينهم وسبتهم هما الاتنين يخبطوا في بعض خلاص مع الوقت الحاجة دي بازت انتو وصلن لكم الفكرة دي ولا يعني دايما لو في حاجتين touch together لمسين بعض لازم احط الزيت ما بينهم هنا بسبب الفيسكوسة العالية بتاعت الاول هتقلل الفريكشن ما بينهم دا الفريكشن دا لما يقل يبقى انا حافزت على الحاجة دي عمر عمر اطول تعيش معايا اكتر كده حتى لو انتو لاحزتوا لو رحت لبتاع الساعات لو انتو من انواع من الناس يعني المزجن جاية اللي بتحب يصلح الساعة وكده لان الساعة فيها تروس تروس كده صغيرة جدا وضقيقة جدا لو في ترس منهم مثلا الترس دا هي ما ماسك في ترس تاني ما بين التروس دي وبعضها بيبقى فيه زيت بيتحط هنا مع الوقت الزيت دا طبعا بيقل تدريجيا فبتحتاج تزيد تاني تلاقي الساعات بيعمل ايه بيحط شوية زيت كده بقطارة كده زي قطرة كده نقطتين ولا تلاتة زيت علشان الجيرز دي اللي هي التروس دي يحصل لها ريفولفينج عادي جدا وتعيش عمر تاني عمر اطول زي مكنة زي مكنة حلاءة نفس الكلام بتحط زيت وكذا زي اي حاجة عندك انت بتحط لها زيت عشان تسهل الحركة يا رام ده في اي مشكلة فيه يعني اي كونتاكت بتحط دا حد ده عن سؤال في سألة رقية الابريكيشن في اي سؤال فيه لأ تمام اوكي يبقى فهمنا ليه المياه لأ علشان لا الفيسكوستي بتاعتها قول اي لا طب ممكن كمان استخدم الفيسكوستي في حاجة تاني فان انا اسيف نفسي من اللي هو السهلاك بتاع الفاول السهلاك البنزين ازاي والله لحسب العربية ماشية ب اكسلاريشن كام انت عمل تدوس على دواس البنزين ده الاكسلاريشن بتاعك فانت عمل تسحب فاول وكمان بناء على اللي ما بين العربية والرود وال مع العربية فاكتشفوا ايه بقى تدلوقتي لو ماشي على سرعة عالية جدا او سرعة هنسميها سرعة سابتة في العربية نفترض انها ماشي سرعة معينة سابتة طب السرعة المعينة دي سرعة قليلة ولا سرعة عالية اه تفرق جدا لو هي سرعة قليلة فاليرزيستنس هيكون ديوتو اير فيسكوستي طبعا هيكون دايريكت مع اللي سبيت بتاعت بتاعت العربية يعني سيء مثلا الفيلوستي اللي انت كنت ماشي عليها قلت بعد كده للنص فهتلاقي ان الريزيستنس بتاعت الهوى قلت النص انت طبعا ماشي في هوا العربية ماشي في هوا فمقاومة الهوا للعربية هتقلها كمان طب الفيلوستي زادت الدابل طول ما هي برضو سرعة قليلة برضو هتلاقي هتزيد الضابل عادي جدا طب لو هي بقى هاير سبيت سرعة عالية جدا عدت المية لا هتلاقي اليرزيستنس دايريكت مع مين بقى مع عارف ده معنى ايه اليرزيستنس الير دايريكت مع يعني لو الفيلوستي زادت الدابل يبقى اليرزيستنس تزيد الكام تزيد الفور تايمز تزيد الفور تايمز تو باور تو يعني انت متخيل فعلاً لما العربية تمشي على سرعة عالية فوق المية او فوق المية وعشرين تحس انك ان الهوى عمال يقاوم العربية عايزة ترجع الورا تحس انه فيه لو انت طبعاً خرقت راسك من الشباك هواة جديد جيد هي دي اليرزيستنس ان اليرزيستنس بتتضرف فاربعة لو انت سرعتك زادت الدابل ولو سرعتك زادت الفور تايمز يبقى تتضرف فسكستين تايمز اليرزيستنس لانه يبقى فيه باور سоп ففي هاير سبيد اليرزيستنس دايريكت مع الالسكوير في اللوورسبيد اليرزيستنس دايريكت مع الفيلوستيب من غير سكوير طب انا لو جت سألت لو جت سألت كده بسملة. تفتكري انهي الكس من اللي اتنين? انا امشي يعني على عليا. ولا سرعة الا. علشان يبقى الفو بتاعي يبقى كويس. يعني انا مش عايز استهلك بنزين كتير. امشي سرعة عليا ولا اولا? علشان. ايه بقى ايه بقى اقل بالزبط. لما يبقى اقل لانا مش محتاج ادوس على دوس المنزين كتير. مش محتاج استهلك كفير. لكن لما فعلا ازود السرعة. هحس اللي انا ممشتش. فاروح مزود اكتر. هستهلك بنزين اكتر. لان الارزيستنس ستكون اضعافي. اه اه سكوير. فهنا فعلا بيقول لك اذا في الكونسومشن فعلا بيقومز ماتش هاير في الهاير سبيت. استهلاك المنزين يكون عالي جدا في السرعة العالية. لكن استهلاك المنزين طبعا هنا بيكون سيرتن ريت يعني اقتصادي. ممكن نسمي اقتصادي حاجة حاجة كويسة. فمن الاخر احنا هنفضل ان احنا نقلل طبعا دلوقتي طبعا ما بقاش في حاجة اسمها فيه تيسلا دلوقتي. عربات الكهرباء هي المكتسحة دلوقتي. هي دي نظيفة للبيئة. اخر للفيسكوستي. في الماديسن في الطب. استا سيدة عايزين اعرف معلومة قبل ما نخش على الحتة دي بس. دلوقتي احنا تخيل معا ان انا نزلت الكرة دي. في مية او في معين. الكرة دي لهويت. في بقى ليها تلاتة فورس بيأثروا عليها. اول حاجة بتاعها. تاني حاجة. اصلا مش عايز اي جسم يخش جواه. فبيبقى فيه حاجة اسمها ايه 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 دي او بيسموها خدتها انت ابلي كده. البوينسي فورس. الفورس اللي بيطرد بيها الليكود اي جسم لفوق عايز يطلعه تاني فوق يبقى دي تاني فورس بيتأثر بيها الجسم ده الابشكت ده اخر حاجة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفيسكوستي الفيسكوستي اللي هي الليكود ريزيستنس بتوين الليكود ليارز والبول نفسها يبقى انا عندي تلات فورسات تلاتة فورسز بيأثروا على الابشكت ده اول حاجة الويت الفريكشن دي اللي قلنا عليه طب انت بقى عايز تعمل ايه هنا في التجربة دي او في الابليكيشن ده عايزين نقيس حاجة اسمها اللي هو ترسيب الدم او سور الدم يعني بنعرف منين مثلا ان الشخص ده عنده انيميا او عنده رقدر الله اه روماتيزم اه في الكبد او او اي ان كان طب ده راجع لي ايه مستحسين ده راجع اني اه بيقولك ان الفلوستي بتاعة الكرة ديت هنعتبر ان انا الدم بتاعنا طبعا نتكون من ريد بلوت سيلز ووايت بلوت سيلز والكلام الجميل ده احنا يهمنا الريد بلوت سيلز هنشوف الفلوستي بتاعتها وصلت لي فين اللي هي البلوت سيلز هتبقى الكرة دي من كور الريد بلوت سيلز بسك تعال ندي معلومة بيقولك ان الفلوستي بتاعت البول ديت انكريز جراديولي تل اتأتين اكونستان تيرمنا الفلوستي هي الكرة دي هتفضل تنزل تنزل في الليكود ده لحد ما يحصل ما بين التلات فرصات دول يعني هيساوا بعض يعني اللي فوق السمشن بتاعهم هيدي الفرص اللي تحت اللي هي الويت كده حصل حاجة اسمها ان هم اللي اتنين بقض بعض يعني ساعتها الكرة دي هتوصل لحاجة اسمها اللي هي الفلوستي النهائية التيرمنا الفلوستي دي بيتزيد كل لما الرديس بتاع البول يزيد التيرمنا الفلوستي يعمل اندرلاين عالكلام ده بيزيد كل لما الرديس بتاع الكرة دي يزيد لما تيجي تعمل تحليل دم التحليل دم ده بيقولك في ايه هو انت الرد بلوت سيلز بتاعتك الرديس بتاعها الرديس بتاع السيلز دي عادي نورمل ولا مش نورمل كبير ولا صغير ومنقنا عليه يشخصك بقى يشخص حالتك طب احنا هناخد ايه هناخد عينة هنشوف الترصب بتاعها بس بقى الكلام اللي جاي ده هيكون مع يعني بتاعتك دي اللي انت وصلت لها مع ترصب الدم يعني كل لما الفلوستي تزيد كل لما يزيد كل لما اقول ان الرديس زاد طب كل لما نقول ايه بقى انا لو جيت قلت ان فده معنى ايه ده معنى ان الترصب عالي جدا فده معنى ان الفلوستي عالية ده معنى ان الرديس كبير ان الرديس والفلوستي دايركت مع بعض الرديس لما يكبر ده معنى هتلاقي كورتين الدم لازاقف بعض لحموا مع بعض طب ودي حاجة حلوة؟ لا دي مش حاجة حلوة بعد الشر عن الجميع ده كده يسبب روماتيزم فالترمن الفلوس بتاعتك ما ينفعش تكون عالية كده نفس الكلام العكس لو البرسبتيشن ليه؟ ريت اقل من النورمل طب النورمل ده بيبقى كام؟ لأ النورمل ده ده يعني بيبقى على حسب لو احنا بنتكلم مسلا عن المن عن الرجالة يعني فهيبقى في الرنج ده هيبقى من زيرو لتويني تو مليميتر دي كده المفروض الترمن الفلوستي لل للمن للوومن بقى المفروض هتبقى من زيرو لتويني ناين مليميتر بر اور دي الترمن الفلوستي ده الرنج بتاعها طبعا لو زيرو يبقى افضل وتويني ناين ده اقصى حاجة ما بينهم ده ده الافريج يعني فده المفروض السرعة دي السرعة النورمل ده النورمل بتاعك لو انت اقل من النورمل فده معناه ان بتاعتك بقت صغيرة جدا مش لازقوا بقى في بعض لأ هما بيعدوا عن بعض وسغروا لدرجة ان هما تفتتوا تفتتوا خالص مبقاش فيه فده معناه ان السرعتك السرعة بقت قليلة جدا سرعة الدم بقت قليلة وده معناه ان انت عندك بعد الشر فده التشخيص اللي بيعملوه يعني اي مركز تحليل لما بتروح تحليل دم او كده ده بسبب الفيسكوستي كل ده راجع للفيسكوستي بتاعة اللي هو لزوجة الدم بتاعك اللزوجة بتاع الدمك عاملة ازاي واللزوجة هنا هي الرد بالتسلف يبقى نعيد الحتة دي تاني بتاعة الابليكيشن بس عايزك بقى ايه نعيدها كده وإحنا بنسأل فالناس صح صحيح انا حس الناس نعمت خاص الناس معايا ماشا ينقل ايه يا ناس دلوقتي الفيسكوستي ازاي بنستخدمها في الابليكيشن ازاي بنعمل الابليكيشن عن طريق الفيسكوستي يعني من دمن الابليكيشن الابليكيشن ازاي بقى نستخدم نستخدم منستخدم منستخدم الزيوت اللي عندها لزوج عالية جدا انا بلخص لك الكلام عشان وانت بتذكر يبقى في الماشين بارس لجزاة الميكانيكية احنا بنستخدم علشان دي بتحمي الماشين بارتس فروم ايه بقى زين فروم ايه عمار الابريكيشن ده بيحمينا من ايه بيحمي الماشين بارتس فروم ايه من الا من الهاي فريكشن ايه كمان كمام من الفريكشن قول لجا اسمها ايه دي التلف او مش فكر كانت الكلمة اسمها بقى صح ان بسبب اه ده هيقدي فعلا صح لان الابريكيشن ده بيبقى ما بين هو انا بحتاج ليه يا رقاية اعمل الابريكيشن اصلا ليه يعني ليه بحتاج اعمل الابريكيشن هو انا ايه المشكلة اللي عندي يعني ايوه هو ايه اللي عندي علشان اقل الفريكشن فيه يعني قديني مثلا 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 لاي حاكتين ما بينهم فريكشن المشين بورتس ما هي المشين بورتس لما بتعمل فريكشن ما بين بعض لازم نحط اه مصر مش فهمة يعني اكزامبل كاسم حاجة مسلا اه اه عادي ماشا اقول لي كان مش مشكلة مثلا التروس بينها بين بعضها الانجين او الكار موتور مطورة العربية عمتا كل ده بيبقى فيه فريكشن بينهم بين بعض بس اي اي تو بارت اسمه بينهم فريكشن فعلا بنحتاج الابريكيشن بس ده عشان كده اوكي طيب اه ليه الووتر انجي ما تنفعش في الابريكيشن ليه اه عشان الفيسكوستي بتاعتها وطيب يعني مش هتحمي حاجة بالزبط بالزبط هي فعلا وجودة زي عدمه باش لازمه تمام طب ايه تاني قبلي كيشن عندنا يوسف بنستغني الفيسكوستي في ايه تاني في الحالك قلت بتوح البلاد ده غير البلاد طب اه سهل هالك انا المفروض بس بعمل سيفنج للفاول كونسومشن ازاي بقى الفيسكوستي بتفيدني علشان اعمل سيفنج للفاول كونسومشن استهلك استهلاك البنزيني يكون موفر بالنسبة لي ازاي او اقتصادي ازاي بتسرع جرعان البنزين يعني امشي بسرعة ولا امشي بسرعة عالية ولا واطية عايزين نوفر في البنزين يعني اه عايزين نوفر في البنزين نعم شفاك تمام طيب احنا قلنا ايه ان الكار لازم تمشي بلو سبيد او ميديام سبيد عشان اقول واطية قوي يعني انا افريج متوسط يعني مثلا اقصاها مية السرعة تبقى ميت ار بي ام بحيث نضمن ان اليرزيستنس تبقى دايريكت مع الفلوسي بتاعة الكار يعني اه مش هستهلك بنزين كتيب مقاومة الهوى اه ماتشنج مع السرعة بتاعتي مفيش مشاكل يعني السرعة زادت قلت فانا مش محتاج اللي انا ازود او ادوس على دواسة البنزين زيادة لكن لو انا مشيت على هاي او فري هاي سبيد هي دي المشكلة هالي ان اليرزيستنس بتاعة ال اير دايريكت مع ال فيلوسي سكوير دي المشكلة فيا لو زودت عن مية فتلاقي بقى نفسك انك مبتمشيش انت هتحس الاحساس ده ده انا ماشي على вотمانين ولما مية وسابعين ومش حاسان انا بقى امشي لا فعلا انتو حد يوصلوا الاحساس دي قبل كده ولا? انتو معي? ايه يعني في السواءة. ايه? في السواءة يعني. في السواءة اه. يعني انت بتحس ان الموضوع ان اه انت بتعاضي. اه عشان مقاومة الهواء صح? بتبقى عالية جدا بالزبط. اه انت اه بتعرف تعدي بسهولة بين العربيات لو هم بعادة عنك مفيش مشاكل. لكن انت بتحس اه وانت جوا العربية بتحس ان لا انت مش ماشي بسرعة عالية. غير بقى لو واحد برا العربية لا هيشوفك ماشي بسرعة طلقة. لكن انت ليه بتحس الاحساس دي لان فيه هوا بيصدك في وشك. في هوا في وشك انت بيقامك بيقام حركتك. علشان بتاعة الار بتبقى مع سرعتك سكوير. يعني انت لو سرعتك زادت الدبل فده يزيد الفور تايمز. سرعتك زادت الفور تايمز ده يزيد سكستين تايمز. ده لو سرعتك زادت ده يزيد سكستي فور. ده متخيل? اي اي. فهو معك سكوير. مش دايركت الدبل لا دايركت سكوير. يعني الرقم نفسه سكوير. فعشان كده طبعا بنفضل ايه نمشي على اللو او الميديم سبيد يعني. طيب دي فايدة ايه سيفنك فولك اصنف طيب. فيه بقى اخر ابليكيشن. اخر ابليكيشن انا بسمعها. لو اسمه ايه بقى بنسميه ايه ده? في المدسن. ليه عنوان هو? لا البلد ترسو بالدم. ما تبقى دكتورة ان شاء الله. ما تبقى تعملي بقى التحليل دي. وتدرسوا الموضوع ده بالتفصيل مفروض بالفي البيولوجي. لا مش ايه? مش دارسينه يعني احنا بس اخدنا بلد ميكوريته ايه بلازما بس. اه اه اه. لا انتوا في تالتة ان شاء الله تاخدوا حاجات قريبة من الكلية يعني. اللي هو التحليل الدم يعني. بنعمل فيه بقى ده بس ملد. ده بقى يعني هنقيته ازاي? الدم ده. بنعتمد على ايه? اه بنقيت هو الاول بس الاول. احنا كان بيبقى عندنا لو بنتكلم على بلد سل واحدة. سلية واحدة اللي هي هنعتبرها رمزها كورة كده. بيبقى عليها كم فورس? بتأثر بيها كم فورس? تلاتة تمام? ايه هم ما بقى? بتاعها ده بيقى لازل تحت. ايوة. تمام. اللي هي الفيسكوست هي. هلو? وي تاني. والبوينسي فورس. ايوة. البوينسي فورس دي اللي هي قوة الطفوة يعني. اللي هو اي عايزك تخرج براه. لعم متى. ماشي. التلاتة فورس دول هيحصل لهم بلانس. بقى عند البلانس ده. بنبدأ من هنا نقيس بقى. عند البلانس ده بنبدأ نقيس. هو ده اللي بيحصل في مركز في مركز اي تحليل دم. بيعمل الكلام. بيستنى يحصل البلانس في الريد بلات سيلز. ما بين التلاتة فورس دول. وابدأ من هنا يعمل يقيس حاجة اسمها التيرمنال الفلوس دي. التيرمنال الفلوس دي. هي دايريكت مع الريديس. مع الريديس اف اه اف ريت بلات سيل. وكمان هي دايريكت مع الريت. هو آآ نسبة التنصيب يعني. هو ده بقى من هنا نقدر نشخص بقى. قولي لي بقى باسمها. لو الريت عالي. ده معنى ايه? اه بعد الشر بالزبط. اللي هي الروماتزمي. انا يميلي. الروماتزمي في الكبد ده بي اه يعني زي ايه? لما تحس كده ساعات انك مش قادرة تشيل حاجة او اعصابك. بايزة خارس. او همدانة او كسلانة. بس ده لا قدر لا بقى في القلب بقى ساعات بيبقى في الكبد. يعني الكبد بيقومش بوظيفته. كويس. فاهمني? ايه? اه اه. في للأسف لا بعض الشباب بيجي لهم المرض ده. بسبب برضو يعني بيبقى ساعات هم مولودين كده ساعات بيبقى من الحاجات اللي بتتاكل من بره برضو التكاوي والكلام ده برضو بيسبب حاجات كده. حسيت نفسي دكتور كده مش فاهم. بس فاعلي العيادة وبقى قولك انا بتشخيص. ماشي. يبقى ده لو عالي هيسبب كزا وده معناه ايه طيب يعني ده اللي هيسببه ده كوز. طب يعني ده معناه ايه? ان الفلوسطي عالية والواطية مسلا. او. اه صح. او الفوليوم صح عالي. تمام. يعني كده ممكن تلحم في بعضها. اه. يحصل اه ادهير توجيذر. يعني كرات الدم اه كبيرة جدا لدرجة انها ممكن تمسك في بعضها. ودي مشكلة كبيرة هو ده اللي بيخلي ايه بيعيك حركة الدم انها تمشي كويس. ده معناها ان اللزوجة بتاعة الدم عليها قوي. وده حتى بيبان الناس اللي عندها الكلام ده بيبان لما تتعور او حاجة تلاقي الدم لك. وده بجد يحصل. لزوجة الدم بتكون سئيلة قوي. طيب العكس طبعا لو كان له. يبقى بعد برضو بعد الشر ده هيسبب اناميا. وده معناها العكس على طول. تيرمنا الفلوس دي. هتكون قليلة. اه. والريدياس. الريدياس بقى قليل جدا لدرجة ان يحصل ايه? ان السيلزي دي تتكسر. تخيل لما السيلزي دي تتكسر. الدم بتاعك كأنه مية. الدم حفيف جدا. كأن الدم بتاعك مية. ودي علاج الاناميا طبعا انك تاكل كويس يعني المفروضي. مش داش. ايه? ان المفروض الطبيعي من الزيرو. البصي بتقع من الزيرو. الاناميا البصي بتقع من الزيرو. طبع. الاناميا البصي بتقع من الزيرو. بتنزل توقع بالنيجاتف يعني. اه انت قصدك لو اقل من النورمل. اه اه بتقع بالنيجاتف. في بعض التحليق والله كتبقى بالنيجاتف. ده معناها ده ان انت عندك اناميا. عادي. ما هو يعني ما انت مش فاهماني. معناها ان الردب لا تسلزي ما بقتش موجودة بيحصلها بريك بريكينج داون. يعني ايه? اتكسرت. عارف يعني ايه? اقول لك مثلا. يعني انت مش معاك فايف. دي معناها. انت مش معاك خمسة. نيجاتف تين انت مش معاك عشرة. انت فاهماني? عادي. فانيجاتف مية مثلا. انت مش عندك مية بلوت سيلز كلهم اتكسروا. مفيش. فكام واحدة اتكسرت يقول لك مية اتكسروا. خمسين مليون. وعلى حسب درجة الانيميا بقى يعني انا مش دكتور طبعا بس سواء. يعني كل ليه ودرجات. بس. تفاهماني? ايه. تبقى بالنيجاتف عادي. مش كده. واتفعنا ان النورمال بالنسبة للنورمال بتاعك احنا قلنا الامة على حسب المن. هتبقى من زيرو. مليميتر ده كده انا بجيب لك السرعة نفسها. بتاعت الدم. السرعة تدفق الدم. والومن. هتبقى من زيرو لتويني ناين. الارقام دي يعني احفظها يعني ايه اللي هو احتياطي. بس كده يا سيدي. دي فايدة الفيسكوستي. وتم بحمد الله تقفل المنهج يعني. بستعلى بقى نحل الاسئلة دي. يلا يا باشا كده. بس احنا نمشي بالدور بقى انا مش هستنى كده تحلو يعني. نمسك عمار. يلا عمار. يقول لك هل ده احسن اللي احنا نعمل ديزاين للشيبس. ولا سمولست بوسيبول بوتوم اريا. طب اظهر علشان تقليل وبالتالي الزود الصورة. بالصبت. طب ايه اللي خلاك تقول كده? دي معلومة عندك? ولا دي حاجة احنا لسه ايلنها مسلا. لا الا بتاعته مع ال سبيد انفرس. نعم. ومع ال فريكشن انفرس ورده. لا مع الفريكشن دايركت. الفريكشن مع السبيد هو الانفرس. الفريكشن مع السبيد متأكد? لا الفريكشن مع السبيد موسة اهو. نيجتي بالقانون. احنا ايه? بنا وبن بعض مين القانون? الفريكشن ايكوال ايتا اللي هي الفيسكوستي ملتبلاي ايه في الفي وفور دي. اي حاجة على سطر واحد يبقى دايركت. تمام انا فاهم بس هو ازايل او الفريكشن زادة اللي سيزبزي. طب جميل بص يا سيدي اولا انت اخترت لارج ولا سمول للاريا سمول صح. الاريا صغيرة. الاريا لما تصغر مش الفريكشن هيصغر? مم. مش هما دايركت مع بعض كده ولا? اه. بس هو ده المطلوب. ان انا لما يكون فعلا الاريا بتاعت المركب يا جماعة من تحت بتكون اريا صغيرة جدا. علشان تقدر المركب تمشي بسهولة. تقدر المركب تمشي بسهولة جدا في المية. اسرع من اي حد بيعوم تاني. يعني لو حد بيعوم المركب اسرع منه صباح. ليه? عشان هي متصممة على كده. الاريا اللي تحت صغيرة. عشان بناء على الرول ده. او الفريكشن فورس. ان الفورس دايريكت مع الاريا. زي ما انت ما قلت. بس انا مليش ضعب الفلوستي خلي بالك انت بتلعب في فاكتور واحد وتثبت الباقي يا عمار. يعني لازم يكونوا ما ينفعش نلعب في اكتر من واحد. انت فاهمني? احنا اتفقنا ان الفريكشن فورس بتتأثر منهم كلهم. بتتأثر من الاريا والفلوستي والديستانس والفيسكوستي. هي بتتأثر منهم كلهم. لكن هي ما بتأثرش عليهم. فلو الاريا قلت الفريكشن اللي ما بين الاريا والليارز بتاعت الليكود هتكون قليلة فالمركب تمشي بسهولة. بس. لكن المركب ماشي بفلوستي معينة سابتة. واد كونستانس سابتة. واد كونستانس الفيسكوستي. الفيسكوستي بتاعت الووتر برقم معين. مش هلعب فيه. بس انا سبت كله ولعبت في الاريا بس. افقنا? احب مش فاهم السؤال ده? طب عظيمة. السؤال لبعضه. انجي. انجي معايا سمعني? نحضرت. يمي. يقولك هنا يبقى افا سايد لنس دي. موز ويز فيلوستي اف اكس. الفيسكوستي اسمها اكس. والسكوير ده لي سايد لنس دي. الاس يعني السايد لنس بتاعه دي. ونزا سيرفس افليكويد. اف ديبث تو دي. او ايه دبس ده? دبسي تو دي ده يقصو دي. ايه الدستانس. صح. براف. الدستانس تو دي. and it's affected by tangential force اكس برضو. دي الاف. الاف اد الفيلوستي. اللي هي الايتا. نحسبها ازاي? واللي اللي نعمل ايه? اه هنعود في القانون. مصبوط صح. صح صح. اللي انت قلته صح. الفورس اكوال ايتا. انا هكتب طبعا القانون اللي انا عارف لسه انتم محفظتهوش. ايتا في اي في او فور دي. حلو. الفورس هتبقى ان شاء الله نحط ايه? اه اكس. اكس تمام. ايكوال ايتا اللي احنا عايزانها. تميلي بقى. الاريا ان شاء الله نحط ايه? والفي ان شاء الله نحط ايه? وهكذا. وليلي. اه الاريا اه هنعود هتبقى اس فور فور. فور فور? لأ سانيا. ليه ده سكوير? وآآ بور تو? اه. صح? صح? لح خليك نفسك. ايه. صح? بس ايه مش اس بقى هي دي. هو ايه اللي السايد لانس دي? صح? ايه. ايه. اه تبقى دي بور تو. تمام. طب و الفلوسي. اه اكس. اوف. والآآ ديستانس. ثانيا. ليه تنسط? تو دي. تو دي برافو جد. نعمل ايه بعد كده? ايه سانيا. اه ايه. قولي لي قولي لي نعمل ايه? احنا مفروض بقى هنشيل وهنعمل حاجاتك بس انا الحاجة دي بجادة بقى دائمة لغباتني. كويس. كويس انها جات عشان تلغباتك تاني. كويس. عشان نتعلمها. طيب احنا عايزين نجيب ايه اصلا? عايزين نجيب دي الواحدة? صح? اه. ايه. حلو. قبل بس ما نجيبها. لو في لايك ترمز نخلص منهم. يعني انا عندي دلوقتي علامة ايكوال هنا. مش في قبل الاكوال اكس وبعد الاكوال في اكس تاني. ايه رايك? نكنسل اكسات دي مع بعض. ادي اول حاجة. طب في فوق دي سكوير وتحت دي. نعمل ايه? هنشيل دي. مع واحدة. طب اللي فاضل بقى ايه بقى? وليه اللي بقى اللي فاضل كده? يعني هنا الاكس اللي احنا لديها هدية. هنحط مكانها ايه? تمام. صح. اكوال. اللي هي تاني. ايه تاني بقى اللي فاضل هنا? هيبقى هيبقى ون فوق. لا هيبقى دي. مش دي دي باور تو? اي اي. دي صح. هتبقى دي. صح? وتحت في كد? اي تو. برافو. احنا برضو ما زالنا عايزين الرمز ده لوحده. طب اللي جنبه يروح الناحية التانية بنشقلبه. لو اللي جنب بينا ده نشقلبه. يعني بدلا ما هو دي هيبقى ايه? شكرا هيا دي الاجابة. يبقى الفريكشن كوفيشنط الفيسكوسي كوفيشنط ايكوال تو اوفور دي. هتبقى سالزة? اه. بس خلاص. هي تخدك عشان هي رموز. لكنها سهل. كتر حل. طب انت بصي ماشي. لو فهمتي. على ديكي بس كده حتة كده ايه التالي ما انت بتقولي طلق بطي. بصي كده. لو احنا عندنا مسلا حاجة زي كده اكس واي اكوال ايتا احنا عايزين نجيب الاتا لوحده برضو. وجنبها زد. وجنبها زد بس. زد اه كي. عايزين نجيب الاتا لوحده هنعمل ايه? نعمل ايه في زد اوكي? هنوديهم عند الاكس واي. طب هنوديهم ايه مش المفروض نوديهم بالمشاقلب? طب هم اصلا. هم اوبر كام اصلا. هم اوبر وان? يبقى يروح هناك ايه? اه وان اوبر زد اكي. صح. وفي هناك اكس واي اصلا. يبقى في الاخرة تبقى اليتا كام بقى? اكوال كام? اه 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 اكس واي او زد كي. براف. بس كي. ايا كان بقى اللي جايالك بقى. هي دايما اللي احنا عايزينه. عايزينه لوحده. اي حاجة جنبه تروح بالمشاقل بالنحة التانية. تتشاقل بالنحة التانية. بس. تفاقنا? او تمام شكرا. عفوا انا بيش. طبعا لو هم ملتبلاي. لو بلاس طبعا هتروح هناك بالمينس. انتفاهم الكلام. اه اتنين. طيب. رقايا. زوبزة فيجر شو اكروس سيكشن. انتفاهم الكلام. انتفاهم الكلام. انتفاهم الكلام. اوكي طيب. رقايا. النورث. اتويتش. افزا شون points. انزا فيجر. اززا جريتس تفلو سبيد. انه نقطة من دول. طيب عندها اعلى سرعة. اي ولا بي ولا سي ولا دي. سني واحدة كان. ايش طبعا. مش الاسبيد بتانكريز كل ما يعني كل ما ييجي عند او 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 بيتزيد ولا بتقل. ما هو بيتحركش. يبقى اكيد الليير الليكود مش هيتحرك. صح? اه صح سوري انا اطلوطت بس. انا ولا هم. هتبقى بي? مظبوط. رابع. لان بي هي مش قريبة من اي من اي ايه? من اي بليت. صح? لكن دي دي موجودة على البليت نعم ده دي كده سرعتها بزيرو. سي بتوين ايه برضو قريبة? قريبة من البليت ده. بسرعتها زي سي تقريبا. لكن بي هي 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 ماشية مع الليير اللي ليها فلوستي اصلا. تمام. طيب. نمبر سري اناس. انا بقالي حبا ما لا حالي اخليش بيها. نسالك وجبنا. نسالك لي. والله يعني ما اكيد الناس تقولي يا رب ما حالي اخليش الله. واسلح الله عايز. يا رب ما ما تسألنيش. طب يعني ما فيش امل يعني تقولينا? يعني انا خلت قبلها بسرعة ولما وصلت لها بقالي حبة نسالك كلها. طب نشوف يوسف كده. يمكن يوسف عنده الحل. قول يا جو. يقول لك انا عندي ايه? والتانية ايه برضو? والتانية ايه برضو? وده ماشي بفلوستي تو في. ده يعني ده وان خلي بقى لك وده تو. والفي التانية في برضو. هنا دي. هنا تو دي. وهنا اف وان وهنا اف تو. فعايزين نعمل ريشيو ما بين اف وان و اف تو. نعمل ايه بقى? هنحط الريشيز اللي احنا فنحطمه من بعض بقى. يا ولد. عايش. صح. ونشوف بقى. اصلا ايه? ايه? ونشوف هو عدل ايه ونعدله على ال اف وان وال اف تو. اهو يا اناس اهو. الراجل حلها من غير ما يعمل اي حاجة. يفهمت يا والا? بالزبط. هنحط الريشي برافو يا جو. صح. برافو يا جو. الفورس دايريكت مع مين يا اناس? مع الايه والفي وانفرس مع دي. يبقى اف وانا على اف تو. اكوال. الايه تا. خلي بالك من حاجة هنا بقى. الايه تا بقى. اللي هي. هو ايه اللي فوق? انه هما اللي اتنين اون ووتر. هما اللي اتنين مية. هنا مية. وهنا مية. الفيسكوستي كوفيشنط هنا تتغير? اللي هي الايه دي? لا. ما هي الايه اللي هنا? هي الايه اللي هنا. مش تتغير. هي الفيسكوستي. ما لهاش دعوة بالديستانس. ولا ليها دعوة بالإريا. زي ما قلت لكم هي بروبيرتي اف ليكود. هي خاصية من خواص اللي كويد. كل لليكود ليه فيسكوستي كوفيشنط معينة اللي هي الايه. هي تفضل سريلي لماية. انت بقى حطت المياة دي بقى في تيوب كبيرة ارتفاعها تو دي او ارتفاعها دي بس مش هتفرق حاجة اللزوجة بتاعت المياه تفضل ثابتة مش هتتغير يبقى احنا مناش دعو بالييد هنحط اريا وان على اريا تو عشان الاريا والفورس دايريكت هنحط ملتبلاي في وان على في تو عشان هما دايريكت وهنعكس الديستنس هتبقى دي تو على دي وان عشان هما انفرس ونعوض يبقى اف وان على اف تو اكوال اريا وان مديني الاريا هنا زي اللي هنا ايه و ايه ماشي ايه الناس اي فوق ايه تاحت تمام والفي وان الفي وان بي تو في والفي تو بي في بس عملها اللي عرسمة كده هو هنا من عرسمة الدي تو بي تو دي والدي وان بي دي الناس في مشكلة لحد هنا بس هنكنس في مشكلة يوسف هنكنسل ايه مع ايه بي مع في والله تمام تمام دي مع دي وهتفضل معك تو وطو تو باي تو فور يبقى فور او فار وان هي دي الريش شكرا بس يلا يا ناس تاني بقى يلا ما انا مش اسيبك انا خلصنا يا جماعة بس ايه انتوا عارفين يعني بنهلي شوات اسئلة كده والله انا نفسي حل الهومورك معك كله لو في وقت هنتطمن عليك اكتر يعني طيب يقولك هنا اه دبعا ده سؤال سهل يقولك ايه اه طبع انت فاكر اللي انا كده خلصت معك لا نمبر تو يلا اناس يلا طيب ایف زفيد ديفرنس بتوين زفو و privileged layers غد ديكريزد لو الفلوستي قلت ووين اتنجينشيال capacitoravoir اللي ايال اف فياني IS overs EXTING ONDIGHT اي Honig الفلوستي تقل الفلوستي عقل وفيه فرصة بيتأثر على الابر لاير. اه يعني نختاري طيب. اه ايوة خليك واسكة بنفسك صح? هل نا لسه قيلين. الكوفيشنت الفيسكوستي مالهاش دعوة. كل ليكويد ليه الفيسكوستي بتاعته. تاني برضو يا ناس خليك معاي. تقريبا بعجبك تقريب. لما تقل. الفيسكوستي كوفيشنت يحصلها ايه? ايه? برافو. هي بقى دلوقتي بقى الايته تتغير. اللي هي الفيسكوستي كوفيشنت دي. تغير مع زي ما قلنا ممكن نغير الفيسكوستي كوفيشنت بتاعت اي ليكويد. عن طريق التمبريتشر. برافو عليك. كفاية اناس تمام. او معلش يجاوب دي بالمرة. معلش. نمبر فور. لكويتشو في ذا فوليو من جراف سربريزين ذا ريليشن بتوين ذا فورس اف. يو الاف اللي هو عملها لي على اللير اللي فودي. which is required to move بليت اكس. with uniform with lost في بليت واي. في بليت واي ستاتيك تحت. بيقولك العلاقة بين الفورس والفي يعني من الاخرى. السوق يرغي كتير. الفورس اللي على اللير اللي فوق. والفيلوستي بتاعت اول اللير. الجراف اللي ما بينهم ايه? طح. اللي هي ايه? طب بالمرة يا ناس قولي لي كده السلوب بتاع الجراف ده. نجيبه ازاي? السلوب بتبقى ايه? يعني حاجتك اكسة السلوب يعبر عن ايه? وما بنجيبه ازاي. ماشي بنعبر عن ايه? ايه? والسوت في غرواشة جامعة. مش فصل هوكن دي عبر عن ايه? طب هو. طب هو. اه مع قداللي بقولك علي بقى لازم نرجع للرو لال ايه المشكلة? نرجع للرو لالفورس ايكوال ايه 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 افر دي انا هقسم منه على مين? هقسم الفورس اوفر الفي. يبقي مين اللي هيتفضل من الرول? ايه اللي فاضل? بالزبط ايه المشكلة بالزبط كده يبقى ايه بس هو ده السلوب السلوب بتاع اي جراف كده الباقي من الرول شكرا بس اكتب الرول واشوف اللي عندي في الواي والاكس يبقى ده الباقي هو السلوب طفقنا حلو شكرا لك يا ناس نكمل ببسمالة بيقول لي اويني متالك بول انا عندي قورة اترمت في فلاود الفلاود يعني ليكود او جاز الفورس دي هتعتمد على ايه? على البول ريديوس ولا البول ماس ولا الليكود دينيستي ولا الليكود كوانتيتي احنا من نسأل الفورس دي هتبنت على ايه? اه اللي بياثر فيها يعني طب نكتب القانون منرجع الرول بيساوي ايه بتاع الفورس? البول ريديوس اه البول ريديوس برافو ليه بقى قلت كده? طب الاريا طح الاريا ما هي الاريا دي بتاعت اي حاجة بتتحرك في انا عندي البول بتتحرك جوه من شوية في المسائل كانت الاريا بتاعت البليت الموفينج بليت كان بيديها ليه اريا جاهزة دلوقتي هي كورة فالاريا بتاعت البول هتبقى فور باي ار كيوب اللي هي اريتة السفير يعني فهتبقى الريديوس طبعا نعم فور اوفر سري فور اوفر سري باي ار سكوير اه سوري انا اللي غلطي فور اوفر سري باي ار سكوير بس فهتبقى الريديوس او لو لو البول دي سيركل هتبقى باي ار سكوير تمام طب برضو بس ملا يقول لي when a swimmer jumps into water and reach a certain depth نزل في المية وصل لعمك معين then rise again تلع فوق تاني to the surface the force that it changes its direction will be من انه واحدة فيهم اللي هو السويمير واب ولا الفرictional force between swimmer and water ولا البويني force ولا all of these forces this force ايه كلهم لا مين اللي هتتغير direction بتاعها it change its direction انت فهمها السؤال انا مش بقول انا مش بقول هو ايه الفورس اللي بيتأثر عليه اه هم كلهم بيأثروا عليه الويت والفريكشن والبويني لكن هو بيقول لك انهي force بتغير direction بتاعها هيا الويت اكيد بيش بتغير direction جميل جميل هي ال point point او سوف انطعها ال point force او point force وهنا بتاعت او هنسميها الفريكشن يعني وهنا بقى هقولي لي بقى الاسهم انهي سهمة من دول ممكن يتغير مع دا لما بينزل تحت المية ويطلع تاني على انهي سهمة من دول ممكن يتغير معايا اعسال points لا مش ال point ال point دايما زي ال wait بالزبط ال point دايما ال point ال wait دايما ال wait اللي هتتغير معايا هي friction ايه friction بتاع ال wait لا friction بتاع 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 liquid بتاع ما هو هو اللي هي او friction between liquid layers والbody دفسه يعني مسلا انا دلوقتي ماشي بالعربية بالاتجاه ده هتلاقي friction force عكسي عكس الموشن ده اتجاه الموشن وال friction دايما عكس الموشن دي هي اللي احنا منتكلم معايا طب لو احنا ماشيين العكس ستبقى friction ورايا friction force دي او هي force بتحاول تخليني ممشيش انت فاهماني يا عاقة resistance حاجة بتعيك الحركة بتاعتي انت معايا زي برضو برضو بنسميها friction force علشان هوا بيصد العربية انها ما تمشيش الهوا بيزق العربية لو كانت سرعتها عالية هيزقها بفلوس ده friction force بتاعت المية بتزق السويمر ده انه ما يعومش انه مايتحركش فهو لما تلعع لفوق لما لما كان نازل تحت في العوم كده لو سي مسلا ده السويمر بتاعت نزل لتاعت فهتلاقي friction لفوق ان friction دي عايزة يطلع لفوق تفهمني وهو اتجاه الموشن بتاعته تحت لما هو بقى تلع فوق عال surface يعني هم اهو طلع فوق ده اتجاه الموشن بتاعته فهتلاقي friction عايزة تنزله تحت يبقى الفريكشن يا جماعة هي اللي غيرت دايريكشن حكس الموشن دايما الفريكشن عكس الموشن اكتبها عشان ما تنساش دي اللي على طول هتتغير لكن زي ما هو بنفس بتاعه لان ده دي دايما دا دايما 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 الفورس دي بتبقى اللي هي قوة طرد القوة الطرد دي يعني بترودك لفوق ما بترودكش ولا يمين ولا شمال بترودك لفوق زي كده لما الواحد بيختص ويلقي نفسه جسمه اب تاني فوق او حاجة انت بتغطسها والكرة اللي انت غطستها دي تلع التاني هو دي ان هي طلعتك لفوق تاني فاهمني يعني دي بس هي والفتر دي تطلع دي فوق بزا تطرد تطرد الجسم من بره الليكويد تطرده طبعا هتقوليلي طب ليه البادز ببتتردش بره على حسب بقى يعني انا مثلا معايا وبعرف عقوم بعرف عمل فانا بقاوم فبنزل لتحت على حسب الويت بتاعي لكن لو انا مش شايل اصلا فانا مش هبقى الويت مش هبقى مش هبقى ليا ويت فسهل جدا اطرد من الماء ممكن اعمل شوية تحت بس هيبقى علي بريجر عالي بس برضو هي اللي هتأثر علي لكن ما قدرش عطي تحت اكتر من ثلاث دقائق بس طبعا طيب جميل بروح لانجي number seven مسئلة النظري دي مهمة قوي يقول لك مرة القرة دي تترمي مرة في مية ومرة another time لو الفرس ما بين الفريكشن اللي هي بتاعتنا الفرس الفريكشن دي اللي هي القانون بتاعنا اللي هي اي تا اي في اوفر دي كانت ما بين البول والووتر وما بين البول والهوني كانت مين فيهم الكبير تفتكري الافتو الافتو عشان الفريكشن الفورس دائق مع الفيسكوستي فهتبقى الهوني كميلي كميلي بروح صحي كده ايه الجمل تمام حلو كميلي انجي معي during the free fall of a body انا عندي body nasal free fall from the top of building towards the ground the frictional force between the body and the air تبع عملت ازاي increase or decrease والله انا لو الفري fall of a body دي خليتها distance وال frictional force هما هيبقوا inverse فهتبقى لو دي هو نازل هيبقى دي increase فهتبق increase الفريكشن فورس هتبقى صح بالزبط تفكيرك حلو فعلا وانا نازل انا نازل بس نازل بسرعة بسرعالية جدا فلسه احنا قالين ايه ان هيكون هيكون مع صح ايوة فعشان كده الريزيستنس او هتكون عالية جدا 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 تمام برافو طيب اخر سؤال يقولك ايه 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 انا دلوقتي عندي كرة الواد ده واقف على ارتفاع ايه هيرمي كرة من ارتفاع اتش لحد المية لحد السيرفوس كده وعندك كمان متل بي والريتش زبوتوم اف ووتر متل بي ده بقى واحد تاني واقف هينزلها هيغطسها جوا المية هو عايز يعرف بقى الكرة بي دي هتاخد طايم اد ايه وليه هتبقى اكتر من ايه عشان الووتر بسكتر اكتر من اكيد من الاريا يا ولد يا العييه معاش الزبط هتبقى سي هتبقى سي صح في حد مش فاهمها دي يا جماعة حد مش فاهم ليسي يوسف مالا فاهمها انت تكمل معايا انا بندهلك لحاكتين اسألك وتكمل ايش فاهمها يعني صوي ففعلا صح برافو انجي اه رقايا انت جوابتي صح ولا انا نسيتك ولا ايه لا اكتر الاسألة اللي بتعتست هلا دوري الجاي بعد يوسف ايش غريتر ثان تي معاشي بكوز فاهم غريتر ثان اير برافو والاير فعلا اخف حاجة يعني اتو طب يلا يا جو نمبر تن بيولك زابزي تفقر شو تو ايدنتيكال متال پول اكس وي فولنج فروم زا سيم هايت انتو ايدنتيكال جار كنتيني سيميلر فوليوم اف ايل اواتر الفاهم الفاهم مختلفة تريتش زا بوتوم ثان اللي اكس هتبقى لونجر تمام جدا اليفن برضو جو افيسكاس ليكويد فلو ستيدي يعني ماشي ستيدي زي ما قلنا الحصة اللي فاتت انسلينديريكال تيوب في استوانا او في انبوبة حسنا بل اف الافلولو ستيدي اونج Lori ستيدي اونجو ترجمة حسنا سツتي نعم قبل اونجو 天ر ترجمة هاجز منك الفيليكويد بتاعت اللي اونجو اللي لمسة التيوب لقدت انتبقى تقريبا كامل برضو او لأ ولا زيرو ولا ايه بالزبط ايه طيب اعلى من في اعلى من في لكام يعني الوحيدة لعلى من في انا تو في طب ليه التفسير بتاعك يعني احنا قلنا انه بيقل كل ما مننزل صح لأ سيبك ننزل ولا نطلع احنا شانحفظها هو بيقل كل ما انت بتقرب من الفكس بليت صح فين الفكس بليت هنا في المسألة فين الحاجة اللي بتتحركش الوول برافو انا بقى بسألك على اللير اللي جنب الوول التوتش زا ليكو زا تيوب وول تبقى كام توتش ال او في في طب بسألك سؤال تاني هي تيوب وول دي بتتحرك لا طب يبقى اللير اللي لمسة الحاجة اللي ما بتتحركش ما بتتحركش يبقى زيب اه اه افتكرت ان هي هتبقى هي هي في اعطلع بطة ما خدش بالين دي بتاعت الليكو في له ماشي ما هو بص بدايئك في الأول هو قالك ايه قالك الليكود ماشي بV الليكود اللييرز بتاعته اللي بتتحرك يعني ماشي بV لكن الليير اللي لزقه في الوولز هاي التيوب ما بترقص التيوب سابت فالليكود اللي جاء اللي لزقه جنب زي الكده الإزاز المية اللي على الإزاز فالمية سابتة بتحركش لأن الإزاز ما بتحركش كده. برافو جو. ايش. تعمل معي جو اخر سؤال. زي او بذي تفجر. شو ثري ايدنتيكال ميتال بولز. اتشوف ذم. بخيت كده. انت عندك كنفس الفوليوم بس هوت ووتر كولد ووتر جليسرين. خلي بالك هوت ووتر وكولد ووتر. دول مختلفين في الفيسكوستي طبعا. اه. علشان التبريتشر اتغيرت. اه. الفيسكوستي بتاع الهد ووتر اعلمني اللي هو كولوتر. جدع. البول دي هتتعرض هتواجه فانهي فانهي في دول. خلي بالك نثبت لك الحاجة. هما الاتنين بنفس سرعة. الجليسرين. الجليسرين صح. هو الوحيد فعلا اللي عنده. شفتوا الاسئلة وحلوتها. ما تكون فاهم خلاص. موضوع انت. ايوة. معلش هو انا ينفع اطلع بس عشان يعني انا هكملهم اكيد بس عشان عدي انا بكرة متحين وكده وما خلصتش عشان ميكانيكس بقى وكده. اه اوكي يا ربنا معيك يا رب. ما فيش مشكلة عايز اللي عايز يطلع عندني وذاكرة اوكي انا خلص انا هخلص مع ركاية اخر تلات اسئلة وخلاص. عايزة تستني الخمس ده دول اوكي. ميش يلا يا رقايم. تيرتين. زوزت فيجر شو فور ويند ميلز. مراوح ديت. اسمها تيرباينز. ان دي بليدز. انستول دي نير اتش اثر. اتدفرانت هايت. تو بي يوزد فور جنراتين الكتريستي. طبعا دي لما بتلف بتولد كهربا. ده طبعا هناخده بالتفصيل ان شاء الله في الفيزيكس السنة الجاية ان شاء الله لو لنا عمر يعني لو في نصيب. فاتاخده ازاي التيرباينز دي بيتولد كهربا دارسي حلو جدا. انهي واحدة منهم. افتكري كده تولد اكبر كهربا ممكن. ممكن تبقاني واحدة. وبنانا على ايه? هتبقى الاكس. تبقى الاكس. طب ليه بقى? انا حسبتها عشان يعني. هي عكس. ايوا صح. وهي كده فعل. في ايه بقى? هي فين طيب? هو تولي البورج يعني? اه. تمام. هي اعتبرت ايه جماعة انه. ايوا قولي قولي. مش جعل? مش الهيط اكوال داستنس? مظبوط اه. هي الفكرة انا فهمت دماغك. هي اعتبرت ان في هنا الليكود لاير. الليكود لاير ده قريب من بليت بيتحرك. اللي هي البليتز دي عمالها تلف. فده موفينج بليت. ودي لاير. واللاير اللي جنبها حاجة بتتحرك بتاخد نفس سرعتها. ودي فكسة بليت تحت. دي كده فكسة. ما بتتحركش. فالمسافة لما بينهم. هي ارتفاع البورج. تمام? والفورس انفرس مع فعلا فكل ما تزيد. كل ما هتكون قليلة. فالفريكشن فورس لما تكون قليلة. يبقى ده هيساعدني اللي انا ولد كهرباء بسهولة من غير اي عالية. فكرت كده صاح اه صاح ركاية ولا انا زودت من عندي ولا ايه? لا لا فكرت. تمام برو. طب كملي معي. ات لو او ميديم سبيدز اوف كار. اليريزيستنس ديوتو اير فيسكوستي بتكون عاملة ازاي? اه داركلي بروكوشنال للسبيد. تمام صح. اما الامتة تبقى سكوير? لما يبقى ما يبقى شلو او ميديم. يبقى اه تمام. اه اللي جاية هي دي. خلاص دي سهلة. ضايركت مع اللي سكوير. اللي هي نومبر سي. هبقى معلش انت هتخدي سؤال تاني عشان انت ما بابتيش ده. خدي السؤال ده خلاص. وانا اسيب لكم البروبلم. زيبا المروبلم ما مفهفش ابداع يعني. يمكن السؤال ده حلو يعني بقى افكروا فيه. والسؤال الاخير ده حلو برضو. بص الباقي اللي الاخير سوال يا ركايم. هتكن اين ؟ افهمت السؤال? اه هتبقى برافو عليك. صح. ليه بقى? عشان يعني عالية. طبعا في فرق من طبعا برافو عليك. من غير اي حسابات او اي حاجة. كمان. كنت فرحان بيك والله في الحصة دي. الحمد لله يعني ختمها ميسك ان شاء الله. خلصنا الحمد لله اه يعني تم بحمد الله تقفيل فيزكس تيرم الاول. المرة الجاية خلاص اتفقنا. هنعمل ايه? اه قلنا